اشتركوا في القناة المستوى الاحترافي في Power BI أتممنا الكثير من النقاط الممتازة في المحاضرات السابقة من الأولى وحد المحاضرة السادسة كان في أفكار كثيرة ممكن نحكي عنها تعمقنا قليلا في لغة داكس وحللنا مشكلات أخذنا بعض المهارات حول الغوص في البيانات كانت في المحاضرة الماضية اليوم نحن سنكون على موعد في إعداد التقرير الأول المتكامل الاحترافي في Power BI لنصل لمستوى متقدم جدا في إعداد لوحات العمل فإن شاء الله نرجو من الجميع أن يكون إن شاء الله أوقات بوقت سعيد ووقت ذهن منفتح حتى إن شاء الله نمضي قدما في محاضرة اليوم في البداية أؤكد أن جميع المحاضرات مسجلة ويتم نشرها تباعا على قناة اليوتيوب الخاصة بجامعة الترشد الاقتراضية كل المحاضرات الماضية تم نشرها أنشأنا أيضا قناة للتليجرام لنكون سويا بها سأعيد اليوم إن شاء الله خلال جلسة اليوم سأعيد نشر بعض الروابط لمن يودل أن يكون معنا في قناة تليجرام طبعا قناة تليجرام ليست في قناة رسليمية وإنما لإرسال تذكيرات وإرسال أنه تم نشر المحاضرة بعض الاستفسارات إلى ما هناك من ما توفره قناة تليجرام لنا عبر تذليل عقبات التواصل ماذا ستكون فحوى محاضرتنا اليوم فحوى محاضرتنا اليوم هو إعداد تقرير متكامل أولي في الـ Power BI نستخدم فيه وظائف متقدمة للغوص في البيانات كما نرى مثلا عند الضغط على هذا الشريط يظهر هذا الزر كزر جاهز للانتقال نقترب منه يتغير الوضع نضغطه يتغير الوضع هذا تكلمنا عنه في الدريل ثرو في المحاضرة الماضية سنتعرف كيفية إنشاء نافذة تفاعلية حول البيانات وهذا أمر متقدم جدا وعصري وحديث في الـ Power BI كما ترون أنا فقط أنتقل من شريط إلى شريط وتتغير البيانات التي تظهر أمامكم كانت سابقا تظهر بطاقة في بعض المعلومات المكتوبة اليوم لح نحكي كيف تصممها تكون صفحة بدال ما تكون بطاقة فيها معلومات وتتغير طبعا تلقائيا إن شاء الله لح نتعرف اليوم على قاعدة البيانات الخاصة فينا ولح نتعرف أكثر كيف أنا بحسن أستفيد منها أكبر قدر ممكن الآن مثل ما شايفين هون الأزرار صارت في زرين جاهزين ممكن أن أجهز ثلاث أزرار يكونوا جاهزين لاحظوا أي ضغطة هون بنقلني للصفحة وفقا للمتغيرات اللي نحن نشتغل عليها طبعا كل هذا سيكون في محاضرة اليوم إن شاء الله نسأل الله التوفيق لننطلق وإياكم إلى نافذة الـ Power BI سننطلق لإعداد لوحة عمل جديدة بصفحة واحدة وبقية الصفحات بعدد تقريبا تسع صفحات ستكون مخفية لكن ستخدمني في الصفحة الرئيسية إن شاء الله الآن أنا في نافذة الـ Power BI وأريد استيراد الملف سنستورده سويا هو في المحاضرة في المحاضرة الخاصة بالمحاضرة السابعة جهزت كل الأمور التي أحتاجها من أيقونات وصور ومن أيقونات وصور أنا سأكون بحاجتها سأستورد الآن الملف ماذا يحوي الملف؟ الملف يحوي بشكل رئيسي ثلاث صفحات متغيرة وهذه الصفحات أو الجداول تدعى فاكت تيبل يعني جداول حقيقية تعكس الواقع وهنا صفحتين هن لحتى أنا أستخدمهم كصور بـ Power BI خليني أنا نتعرف سويا على الصفحة أول صفحة اسمها مثل ما شايفين أمامكم اسمها MB Data تحوي بيانات الموظفين اسمه هون أنا أحطه بشكل افتراضي هو كود مع رقم إلى ما هنالك إيميله رقم هاتفه الجنس العمر سنة الانضمام إلى المؤسسة المكتب اللي بيشتغل فيه القسم اللي بيشتغل فيه مستوى منصبه راتبه الشهادة اللي معه وزمرة الدم والفاكهة المفضلة إلو الجدول الثاني اسمه Performance كل موظف مثلا الموظف MB No.00001 هات بانضم بسنة 2016 فلازم أنا لا إله بـ 2016 لا إله تقييم بـ 2017 و18 هيك إلى 2023 لأنه 2024 ما انتهت فأنا عمل تقييمات الأداء عنديها السنوية فأنا حاطت سنة الانضمام سنة التقييم بالإضافة للنتيجة من عشرة تقييم ومن عشرة هون الشخص والسيلز المكتب المكتب اللي حقق مبيعات بأنو سنة المبيعات قديش كان حجمها ومين اللي اشترى أنا عندي كل مكتب بالسنة بيخدم عميل واحد يعني مثلا كندا بـ 2016 خدمت جامبيا طبعا بيقض نظر عن الخدمات لكن خدمت فقط جامبيا وكانت مستوى رضا اللي اشترى كان جود تشاينا بـ 2016 خدمت هونج كونج بعدين منلاحظ مثلا بـ 2017 كندا خدمت سوربيا وكانت الخدمة جود هي بـ 2017 روسيا مثلا هون بتلاقوا روسيا مثلا بـ 2016 خدمت الجزائر هون روسيا خدمت رواندا الى ما هنالك من داتا ما هي الجداول الأخرى هون كل مكتب أنا عندي حاطط له العلم تبعه كـ BNG عفوا كـ GIF انه يكون متحرك وايضا الفاكهة حاطت كل فاكهة والرابط الخاص بها لنستورد هذه البيانة طبعا الداتا كبيرة كتير وهلا بتشوفوا الداتا هون كبيرة وبتاح توي معلومات كثيرة نحتاج للربط بينهما ان شاء الله سنرى اول شيء ونحنا عم نستورد البيانات حكينا اني انا اتأكد من الداتا موضل يعني ترابط الجداول بين بعضها البق لاحظوا عندي الامب داتا اتحمل 6800 سطر فأنا عندي 6800 موظف الآن خلينا نروح مباشرة على الموضل فيو نستعرض الموضل ما نلاحظ انه بشكل افتراضي بشكل افتراضي الباور بي اي انشأ لي روابط بين الجداول لاحظوا هو لاحظ انه هون فيه مكتب والمكتب فيه له علام فارع اعمل ربط انه هون فيني استفيد من السيلز للمكتب عبر الاعلام طب تمام وايضا لاحظ انه هون الافيس لاحظوا هاي علاقة الربط اذا ضغطناها منعرف مع مين انا حقول عمير طبيعي فهون اوفيس على اليمين و اوفيس على اليسار فربط بنا لكن ملاحظ انه الفواكه ما ربطن مع انه انا جاهز هي للربط هاي الفكرة تعود الى حساسية البيانات لاحظوا انا هون كاتب بريفير دي فروت بينما هون كاتب فروت فانا اذا ربطتم بين بعض بس بضغط على الحقلين اللي بديهن ينربطوا مع بعض فالآن انشئت علاقة الربط ما بين جدول صور الفواكه والفواكه المفضلة للموظفين ايضا هناك جدول تقييمات الاداء جدول تقييمات الاداء عند العودة له خلينا نروح نشوفه بشو مرتبط جدول تقييمات الاداء ما نلاحظ فيه سنة الانضمام وسنة التقييم والنتيجة لكن الشيء النوعي فيه اللي هو النام فانا خليني اربط النام مع النام اللي موجودة هون هو ما حسن يتحسسها فانا بساعده على حساسيتها وليكن انشئ علاقة الربط واحد للنجم جميل جدا لكن في البداية اكتشف ان قاعدة البيانات هذه غير مرتبطة بالمبيعات وهذا امر خطير هلأ بقلي شخص بقلي ارتبطت عبر فلاكس فلاكس هوني ما بيوفرلك لاحظوا فلاكس رايح هذا هيك وهذا هيك لكن شو علاقة الربط بين السيلز وال ام داتا مع انه انا عندي الوفيس هون هو نفسه الوفيس هون طب تعالوا خلونا نجرب نعمل علاقة الربط هاي اوفيس لا اوفيس لحيعمل لي تحدي اوف ليه لانه هون في نفس المكتب مثلا كندا هون متكرر عدة مرات وايضا كندا هون متكرر عدة مرات فانا بتعمل لي تحديات هاي العلاقة انه هون في نفس القيمة متكررة وهون متكررة واعمل ربط بيناتهم فبيعمل تحديات طب انا هون بحاجة حل لحتى اعرف مبيعات كل مكتب انا بدي مبيعات كل مكتب وما لحسن اعملها الا هاي الحركة الا لاربط المكتبين ببعض طب كل شيء ان شاء الله مضى معانا هنشتغل عليه بإذن رب العالي خلينا في البداية انه انا انشأت علاقات الربط اللي بدي اياها لا يوجد ربط بين المبيعات وال ال لا يوجد ربط بينهما طب شو الحل حكينا اول شي لحنحل ان شاء الله عبر داكس خلينا نروح مباشرة الى ال ونلاحظ انه السيلز مثلا هوني كندا وفي هوني كندا شايفين متكررة مرتين ابروه على الامب داتا ايضا كندا متكررة عدة مرات لاحظوا كندا عدة مرات فانت الربط بين الامب داتا وال السيلز ربط سيكون فيه خطأ لانه ما بيحسن يربط لك متعدد مع متعدد يا واحد هوني مرة واحدة مع عدة او متعدد مع واحد او واحد لواحد طب ماشي انا شو اللي بدي حله سوف احل ذلك عبر داكس كيف بقلك بسيطة اولا خلينا ننشئ تابل جديد هذا التابل الترابط بين جدول بيانات الموظفين والمبيعات هو عمود عمود المكتب طب ماشي انا شو كون بدي جيب بس عمود المكتب بس ما يعطيني اتكرارات يعطيني بس القيم الفريدة منه لحنقول له سيلز او كاونتري سيلز يوساو انا الان عم انشئ جدول اسمه كاونتري سيلز لاحظوا هوني انشأ لي جدول جديد هذا الشي نحنا حكينا عنه بالمحاضرة التالفة فلحنروح نقول له اول احدى دوال انشاء جدول اول روح جيب لي من السيلز الكاونتري شايفين يا جماعة انا عم قل له من السيلز جيب لي السيلز مع كندا رد هوني لسه في تكرار فانا هوني في عندي خطأ طب انا شكوون بدي جيب بس عمود الداة اللي انا بديها طب بسيطة منقله منقله بدال ما تروح جيب لي السيلز جيب لي بس الأوفيس شوف شو رح يصير رح يروح يجيب لي المكاتب في نقطة هامة هون طب انا هذا المكتب هلأ انا هذا الجدول خلينا نروح نعمل ربط هلأ هون صار هاد قيم فريدي طعونا نروح نشوف هون ونروح نشوف انه في جدول صار اسمه اوفيس سيلز شوفوا يا زملاء هون صار في جدول اسمه اوفيس سيلز وهو يحوي قيم فريدي هذا اوفيس سيلز يا زملاء فيني اعمله علاقات ربط بين السيلز بين الاوفيس اللي بالسيلز لاحظوا انشأ لي علاقة ربط ولا اروع من هيك العلاقة ربط مع الاوفيس اللي هون لاحظوا انشأ هون ورابط وهون رابط طب ماشي بس يا واقل انا ما بستفيد من هالحركة هاي ليه لانه لساته هذا الجدول لا يحوي المبيعات طب شلون انا بدي شوفوا زملاء كندا راح تقدمت للدولة الاولى وعملت مبيعات للدولة التانية عملت مبيعات دولة التالتة وعملت مبيعات انا بدي كندا روح جمع تمدال اللي بتطالعلي جدول ومنستخدم ميجور بس اتنين بحطن على انهن عمود شلون شيء معقد طب منقل له لا منقل له شيء بسيط شوفوا لح انشئ عمود جديد في الجدول اللي انا كنت عم بشتغل عنه شو نقل له هذا العمود نقل له بكل بساطة نسميه هذا السيلز اولا انا شو اللي بدي يا واقل انا بدي بدي يروح هذا السيلز يروح يفلتر عمود السيلز ويروح يشفلي لح نروح نفلتر جدول السيلز اللي موجود هاد هاد جدول السيلز اللي موجود شو اللي بدنا يفلتره بدنا نقل له اذا كان الافيس اللي بالسيلز يساوي الافيس اللي هون يلي هي بالافيس سيلز شايفين هاي اوفيس هون اوفيس سيلز اذا الافيس اللي موجود بالسيلز تساوي الافيس اللي بالأوفيس سيلز شو أعمل له أنا ما أقول له شو يعمل لي هون بدنا ننتبه هاي كلياتها هي إذا اشتغلناها هلأ اطلع لي جدول وهذا الجدول بيكون مثلا بالنسبة لكندا هو جدول خاص بكندا من المبيعات ولا تشاينا تشاينا ولا إلى كل دولة إلى حال طب أنا شو اللي غايت لك اللي بدك إياها أنا بدي أعمل صم طب حط صم بس أنا الصم ما بتفيدني لأني أنا بدي أحط شيء اجمع عليه طب شو هو منروح منقله هاد لحيطالع لي جدول هذا الجدول هو مشتق من السيلز طب شو بدك تجمع فيه يا وائل منقله روح اجمع لي السيلز المبيعات بكل مكتب وهي خطة كتير هامة أنا جبت له جداول فرعية وعم قل له روح اجمع لي المبيعات منجره منشوف منلاقي اجتني نتائج على الجدول اللي شايفينه هون يا زملاء هاي الجداول راح شو عمل هو لح نحكي شو عملت هاي الدالة هاي الدالة راحت عند المبيعات وفلترت طلع له جدول كندا هو هيك عتشتغل طلع جدول كندا من كندا جمع لي هذا العمود وعطيني قيمته حططه هون رد راحت لعند تشاينة تشاينة راحت لعند جدول السيلز فلترته وعطت لي تشاينة وجمعت لي العمود وحطت لي هون فهي هو حقيقة هون يا زملاء استخدمت دالتين واحدة بتطالع لك جدول واحدة بتطالع لك ميجور بس استخدمتهم ضمن إدراج عمود وهاي ميزة متقدمة فينا نستفيد منها هذا الجدول صار هو تلقائيا يا زملاء مثل ما شايفين هون مرتبط وأموري بخير وأنا علاقات الربط بكل أريحية فيني أعملها حتى هاي شايفينها هاي اللي هون يا زملاء هاي اللي هون فيني أعملها تكون برابرتيز تكون عكسية بكل الاتجاهين من شان هذا يأثري على هاد وهذا الشي بيصير وأموري بخير صارت هلأ هون لاحظوا صارت العلاقة عكسية هاد بيأثر على هاد وهاد بيأثر على هاد وهذا الشي اللي أنا بدي فربطت أنا الآن المبيعات مع المكتب اللي هون وأنا حليت مشكلتي فهون إحنا منقولكم إحنا منستخدم داكس لحل المشاكل لاحظوا هذا الجدول جاب مبيعاته من هون وهذا ربطت هون فأنا حقيقة هذا ما عد بدي أنا اللي الأمانة هاد ما عد كتير بدي صار بدي هاد خلاص الأمور عندي الربط وصرت إحسن جيبت مبيعات كل مكتب إلى ما هنالك من أمور هذا الشيء كتير كتير مفيد ورائع الآن نرجع لتقريرنا تقريرنا أنا أول شي بدي نسق الصفحة اللي أنا بدي أشتغل عليها يا زملاء أنا حابب اعمل صورة متحركة حكينا أنه إحنا أنه إحنا أول شي منروح من نسق الصفحة الخاصة فينا منعمل هاي الصفحة خليها مثلا جينيرال تمام سميها هوم طبعا فيكن تسموا الصفحة من هون وفيكن تسموها من هون لاحظوا أي كتابة هون عم تصير هوم أوفيشل لاحظوا عم تنعكس هون مباشرة فلحنقول له هاي جينيرال جينيرال الآن هاي صارت جينيرال يا وائل شو اللي بدك يا أنت من هاي الصفحة أنا بدي يا يحط لي صورة متحركة بالخلفي اللي بيقول لي تمام لح استخدم هاي الصورة المتحركة صارت عندي صورة متحركة كخلفية وتنصيقة لطيفة طبعا خلينا نعملها فيت نحنا هيك صارت تمام الترانسبرنسي خلينا نعليها بحيث أنا ما كتير تشوش لهي أنا بديها كخلفية فخلوها بنسبة 60% هلأ هاي اسمها والبيبر اللي بره اللي بره واللي جوه بس أنا هذا الإطار اللي بدي أشتغل عليه تقريري شو اسمه هذا اسمه كانفاس أنا لحروح على الكانفاس باكي جراوند بدال ما استخدم له صورة لح استخدم له لون لطيف يكون هيك يعطيني الشي اللي بديه لاحظوا عم يغمأ بسهولة ساتو شفاف لكن عم يغمأ أنا هيك صار يعرض لي مساحة العمل اللي أنا بديها فهيك صار الحركة هاي الحركة لطيفة وانا لح استخدم كل تقريري على انه يكون لطيف بهذا الشكل اللي لحنا عم نبحث عنه هاي أنا جهزت يا وائل جهزت انت الخلفية الخاصة بتقريرك شو اللي بدنا يا بدي أنا اعمل مجموعة بطاقات واحدة طالع لعدد الموظفين واحدة طالع لمجموعة رواتبهم واحدة طالع لمتوسط تقيمات أداءهم واحدة طالع لقيمة المبيعات للمكاتب على مر السنين بقلك تكرم عيونك اول شي بروح من جيب بطاقة هاي كارد هاي كارد طبعا استخدام البطاقة استخدامه هيا للغاية اولا انت شو اللي بدك يا من هالبطاقة انا عم بقلك بدي عدد الموظفين بتجيب النام من لوحة بيانات الموظفين لح يعرض لك هون اول اسم اوف انا ما بدي اسمه للموظف فأنت بتتحكم باعداده بتقله انه هذا عدو عدو عد لهذا الشي بس هاي البطاقة خلفيطة بيضة ولاحظوا انا وقت عم بستخدمها بخلفية بيضة عم تروح الخلفية اللي وراها انا ما بدي هيك بدي يضل هيك الامر لطيف وتفاعلي بين بعضهم البعض بقلك تكرم مرولة تنسيق هاي البطاقة هاي البطاقة هل تريد انت كاونت اوف نيم بهاي الشكل هون تحت انا بقلك مبديها خلين لح استخدم التنسيق على هذا الرقم هذا الرقم خليه يكون غامق بهذا الشكل يكون مثلا زغرته يكون بلون مثلا هاد تمام وان اضع فوقه عنوان تايتل من جنيرال على البطاقة جنيرال برو على التايتل وهي التايتل بقل له انه مثلا هون بقل له هاي امبليز بقل له امبليز تمام هاي الامبليز لك ازهرت هون لح قل له خليها بيثخاني هاي وهي 16 مثلا تكون يكون اللون ايضا غامق بهذا الشكل مفارضا زملاء ما هو الباكي جراون كولر ما بدي اياها انا بدي العنوان يكون بالنص وانا هيك عندي البطاقة جاهزة بس يا وائل لسه ما راحت الخلفية من روح على افكتس يعني تأثيرات وبقل له ايم الخلفية فظهرت بشكل لطيف البطاقة اللي انا بدي اياها بهذا الشكل لكن شوفوا اتضغط برا ما عاد في حدود للبطاقة فانا لازم هيك احط الله حركة بحيث تظهر بطريقة لطيفة لحروح ارجع انا للإفكتس بدال ما احط الله حدود هيك وتطلع الحدود جامدة لا 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 انا لحروح استخدم على هي البطاقة قل له لا 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 انا لا اريد يا مصمم هون هيك انا بدي ان يكون لها ظل الظل شوفوا بيعطويا حركة كأنه هيك صارت بمستوى اعلى من نزل التقرير وهذا شيء لطيف فخلنا نرح نستخدم لحنا السنتر فبيصير فيه ظل ده حول البطاقة كلية فلاحظوا هاي البطاقة صارت بطاقة لطيفة عطتني بيان محدد انا بحاجته وانتهى هيك بهذا الشكل نحنا انا هيك اتصممت عندي اول بطاقة انا ملاحظ انه العنوان صغير ببساطة ببساطة ممكن ارجع انا اكبر للعنوان لا 18 الى ما هو الان هاي اول بطاقة هي عدد الموظفين نريد بطاقة اخرى كيف نستطيع ان لا اكرر كل التنسيقات هلا انا لو ضغطت بطاقة تانية هون يا زملاء ضغطت بطاقة تانية هحطل اياها هون مثلا مثلا اللي حقول له بدي مجموع رواتب الموظفين فلاحظوا لسه انا بدي ارجع اعيد الاعدادات كلياتها فانتك خيارين بهذه الطريقة اول خيار انك انت ادرجت بطاقة وصممتها فبتروح لعند هاي البطاقة القديمة وبتاخد تنصيقها بتنسخ التنصيق وبتحطه هون فعملك الحركة اللي بديك اياها الا انه صار انت لسه بدك تضيف عنوان وهذا شي انا لا افضله طب شو الحركة التانية هاي الحركة الاولى الحركة التانية تمام برولا عند هاي البطاقة كل ياتنا بنعرف زر النسخ واللصق كل ياتنا بنعرف زر النسخ واللصق ctrl c ctrl v نعم نحعمل ctrl c ctrl v صار عندي بطاقة تانية في شكل لطيف سأضع بها مجموعة رواتب الموظفين عطيني sum of رواتب الموظفين لكن بدنا ما ننسى انه نغير العنوان اللي هون مسلا انا اخلي السلاريز السلاريز اوكي الان ماذا تريد ايضا يا وائل انا اريد بطاقة اخرى تعطيني متوسط تقييمات اداء الموظفين بقلك تكرم منروع على التقييمات ومنقول لهم تعالوا يا تقييمات يلي هي الريزولت هون منقول له عاطيني بدال السم عاطيني الأفريج فهون الأفريج تبع تقييم الموظفين هون هو سبعة بس هون لح ارجعت احط العنوان يلي هو بير فور مانس تمام شو لسه بدك يا وائل بدي حجم المبيعات للمؤسسة بسيطة بقلك تكرم عيونك في عندك خيارين يا بتروح للسيل للسيلز هاي أو الوفيس السيلز اللي كنت أنا عم بيشتغل عليها منقول له عاطيني الوفيس سيلز فعطاني انه المبيعات أنا عندي 599 مليون دولار أو العملة اللي انت عم تستخدمها هاي السيلز تمام هاي مجموعة بطاقات لطيفة تعطيك قيمة محددة لموجدها لشيء معين مثل ما انت عم تبحث عنه الآن لو أنا أردت وضع بطاقات أخرى وضع بطاقات أخرى لكن أن لا تتأثر بالبيانة شوفوا مثلا شو قصد هذا الشي أنا حكيته بالمحاضرة الماضية ولح أرجع أزبطه هون لنفترض أن لدي مخطط هو يحوي عدد الموظفين مثلا خليني أنا أستخدم هذا يحوي المكاتب المكاتب وعدد الموظفين في كل مكتب ولا ننسى لا ننسى زملاء أولا تغيير العنوان حتى يصير صح اثنين الهوية البصرية اللي موجودة بتقريرك لا تغفلها لاحظوا اللون الأزرق هون خارب الدنيا فهذا الشي نحن ننتبهله فخليني أول شي أنا أغير يا زملاء أغير العنوان في هذا المخطط الأفق سأقول كاونت امبلويز باي أوفيس يعني عدد للموظفين وفق للمكتب سأذهب إلى تنصيقات الخاصة بالشرائط هون لاحظوا هون زملاء ألمة أوفيس هون ظاهرة أنا لا أريدها لا أريد هاي العنوان اللي هون هاد لا أريده فبروح على التايتل اللي موجود بالمحور واي المحور واي شوفوا باختي هيك مشكلة راحولي الدول لا 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 أنا لح أروح اختي عنوان هاد المخطط هون مكتوب أوفيس لا أريده تمام فالآن الـ X-Axis هون مكتوب count of name أنا بالأصل عمقول count employees فأنا لح اختي هذا العنوان أيضا فذهب هاي خلصنا من هاتنين هدول خليني أنا أروح لل values هدول أغمقهم شوي ما عليش إذا تتكرموا واجعلوا بهذا الشكل هاي صاروا غامقين بنسق معين لح نروح ل bars bars يعني الشرائط هدول الأشريط هدول اللي شايفينه أنا بدي أشتغل عليهم بلو روح شو اللون اللي بدك لا تنسوا أنا بالأصل عم بشتغل على ألوان لطيفة محددة فممكن أنا أستخدم هيك فصار في عندي تناسق نوعا ما لوني بس أنا خليني شايفين خلينا أقرب بهذا الشكل الشريط اللي هون خافي اللي وراء خافي الخلفية اللي وراء فأنا بتحكم بالترانسبرنسي من هون لاحظوا صار تظهر الخلفية بس احنا بنخليه مثلا بطريقة معينة ظهرت الخلفية لكن ما أثرت لعدات اللي أنا عم ببحث عنهم أوكي صار عندي أول مخطط جاهل شوفوا زملاء أريد أريد أن المدير التنفيذي لمؤسستي وقت يدخل هو بده بيانات مباشرة فلهيك نحن نستفيد من البطاقات بقل له بده يشوف عدد الموظفين وإذا ضغط على الساوس أفريكا يشوف عدد الموظفين بس بده يضل يشوف العدد الكامل للموظفين بده يشوف الأفرج الكامل للموظفين فحقيقة أنا بدي بطاقتين وحدة تتأثر بالتغييرات وحدة ما تتأثر شوف وش لحن نستفيد من هاي الحركة خلينا نروح على الموظفين الانتراكشن هاي هلا هون هاي البطاقة عم تعطيني شو عم تعطيني عم تعطيني بيان محدد يلي هو عدد الموظفين الإجمالي وما عم تتأثر وفقا للبطاقات فأنا بحدد المخطط اللي بدي تأثيرات يا بيفلتر وبيعطيك القيمة مفقا للفلترة انت اللي عاملة أو لا يتأثر عدم التأثير وبيعطيني البيانات الإجمالية اوه هذا شيء جميل انا شو بحسن استفيد منه بكل بساطة زملاء استطيع الاستفادة منه بإنشاء أربع بطاقات بكل بشكل مباشر ووضعها هنا وأضغط على التأثيرات وأقول هدول لا تتأثروا شوف شو اللي حيصير شيء جميل جدا بضغط على ساوث أفريكا هدول بيتأثروا هدول لا شوفوا بشكل مباشر بضغط على مكتب روسيا هدول بيتأثروا هدول لا بضغط على ألمانيا هدول بيتأثروا هدول لا ليه لأنه أنا لغة التواصل بين المخططات وقفت وعطاني النتيجة اللي أنا عم ببحث عنها يا زملاء الآن ماذا بإمكاني أن أعمل أكثر من ذلك الآن بإمكاني إنشاء مخطط آخر ل العدد الموظفين لكن باستخدام مناصبهم فعطيني أنه كل منصب قديش فيه موظفين لاحظوا في مشكلة هون عم تظهر عندي أنه أنا ما حاطث أنه تظهر بيانة بكل بساطة أنا بروح بإمكانه لاحظوا داتا يعني أظهر لي كل شريط قديش فيه داتا ضغطت عليه أنا لكن بدي أتحكم شوية إعدادها الآن القيم أنا حاطته هون لون بني لون بني ليس لطيف إذا حطيته عفوا أنا عم بستخدم عم بستخدم عم بشتغل على هاد المخطط أنا آسف جدا عم بشتغل على هاد المخطط هاد هون جميل جدا ممكن أنا تكون بنفس الخطة مثل ما هذا هيك ظاهرة وهاد أنا اعتص له تنسيقه بدل ما أشتغل هذا الشغل حطه هون وظهرت الداتا مثل ما أنا بدي منتاز جدا شيء لطيف وجميل للغاية الآن هاي ما ننسى مثل ما حكينا أنه أنا اتحكم بإعدادات التسمية لكل مخطط ننتبه لهذه الحركة يعني هاد كونت امبلويز باي أوفيس هون كونت امبلويز باي باي بوزيشن باي بوزيشن الآن زملاء باي بوزيشن طبعا أنا شو الفائدة من هيك محاضرات المحاضرات أنه أولا نرتب نرتب العلومات وأي شيء ممكن يصير معنا نقص بالبيانات اللي هني أنا هذا الشيء بحلو مباشرة الآن خلينا بس أروع لأنه هيك طالعة بشكل غير لطيف خلينا نقول له أنه الفاليوز تظهر details inside they built أوكي تمام بس هون 40 خليها 20 تمام هاي أنت اصغر cgui أوكي تمام هيك لطيفة هذا الحكي هذا اللي هون لطيفة حتى هذا ممكن يكون 15 حتى وزيادة تمام هذا الشيء لحكرروا من هون لهون جميل جدا الآن هاي count employees by position وخلينا ناخد count employees by department by department فأنا هون عم باخد بشكل مباشر عدد الموظفين بكل مكتب عدد الموظفين بكل قسم عدد الموظفين بكل منصب أو بكل سوية وظيفية موجودة عندي في المؤسسة فهون أنا أولا بحقله count employees by by department أوكي بس هوني بدينا نتأكد إنه الحقول فعلا هي department هاي position ما بديها بدي department يلي هو القسم وعطاني القسم متل ما أنا بدي الآن بس لحنا لحنا نتحكم بي إنه هوني ظاهرة كيلو 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 off هذا أنا في مشكلة بهذا الشكل خلينا نروح نقول إنه data labels تظهر بطريقة ما فيها الفواصل هاي ونقول له هون none فعم يظهر لي هيك عدد الموظفين حتى هون خليها تكون none ما بدي أي تغييرات تكون لا بالكيلو ولا بهذا بالموظفين بهذا الشيء الآن شو بقي عندي شو في عندي حركات بقلك في لسه حركة إنه نعد الموظفين وفقاً للجنس بقلك تمام تكرم هذا مخطط إضافي سنستخدم فيه ما يلي وهو الجندر بدال الأوفيس نستخدم الجندر صار عندي عدد الموظفين وفقاً للجندر وهذا شيء لطيف للغاية وهذا لاحظوا عم بتحكم هون بشكل مباشر بحيث تظهر للداتة مثل ما أنا بد لأن هذا التقرير جاهز للعمل لكن هناك هناك الشخص اللي بيشوف التقرير للوهل الأولى بيقول لك هاي البطاقتين مثل بعض هو ما بيعرف إنه هاي البطاقة بتتأثر وهي لا طب أنا لازم ضيف رمز تعبيري على هاي البطاقة بحيث إنه قل له إنه هاي بتتفلتر طبعاً رمز تعبيري طب شلو هنا بيستخدم هذا الرمز تعبيري أنا مجهزه كعلى شكل قمع موجود هذا القمع أنا بيعني إنه هاي البيانات تفلتر جاهزة خليني أنا شوف الايقونات وين الفلتر هذا هو هذا هو تمام فأنا هون صار فيه فلتر هذا الفلتر أنا إذا زغرته بهذا الشكل ووضعته هون شو معنات هذا الحكي إنه هاي الـ data اللي هون بتتفلتر هاي حركة لطيفة جميلة إنه هاي الـ data هون بتتفلتر وفيني أنا أيضاً استخدم إنه هني حط له قمع بس عليه ضرب إنه هاي الـ data ما عم بتتفلتر وإلى ما هنالك من نقاط هاي حركة معناتها هاي بتتفلتر هاي ما علي إذا الفلتر فأنا ميزت هاي البطاقة عن إختها اللي موجودة هون وصارت عطيني الشيء اللي بدي يا أنا عم ببحث عنه يا جميع لا تمام جميل للغاية هذا الحكي تمام خليني أنا أخذ هاي تمام أنا بس لأنه صار الرمز صغير بعمل تحدي بسيطة هاد هاد لهون وإنت ما بدي وإنت كمان تطير لأنه تغير حجبه وأنا عم نقله هاد لهون وهاد لهون أنا شو اللي عم بعمل عم بعمل بحيث يكون تقريري مفهوم ولطيف يعطيني الجدول اللي أنا عبر حسنا أوكي الآن أولا تقريري جهزته طب ثانيا أنا ما ضايف هون شو هاي الصفحة شو عم تشتغل هاي الصفحة هاي الصفحة شو بتعمل هاي هاي في جينيرال لاحظوا في أعداد الموظفين رواتب هون الأداء والمبيعات يعني كل شي داتا أنا عندي بالفاكت تابلز عكس هون طب ماشي أنا معناته هاي الصفحة لازم أعمل لها تسمية بحط تكست بوكس وقل جينيرال جينيرال بيج يعني الصفحة العامة لح قل بحيث تكون بحجم ستين كبير والله أنا آسف بحجم 44 تكون غامقة cgui ما بيأثر هاد يكون النص بالنص بهذا الشكل وأن يكون لون النص لون النص مثلا هذا البرتقالي اللطيف يلي هو يعطينيك مثلا بصمة بصرية بديها لكن رجع لنا نفس المشكلة طب أنا شكرا بدي روح الباكي جراوند تبعه بكل بساطة أنا مشيني مباشرة من افكت كله الباكي جراوند طيري راح فهذا الشيء لطيف للغاية وجميل الآن هل يكفي هذا الأمر من إعدادات جميل كل الداة بتتفاعل مع بعض أمور بخير لكن بلاحظ أنه هذا عم يأثر هون فبطريقة ما لطيفة أنا خليني هذا يفلتر هذا هاد يفلتر هاد خلينا نشوف شو لغة الخطاب بين هاد و هاد شو لغة المخاطبة بين هاد منروح على format ونقول له edit interaction بلاحظ هاد يستطيع التأثير على هاد ب عدم التفاعل خلينا نروح نشوف هاي هاد بيأثر لكني مخلط محدد هاد يحسني عدم التفاعل او الهايلايت وهذا اللي صاير ليكم الهايلايت ليكم مغماء وفيه يفلتر تمام أنا لازم أعملهم كلهم فلترة لأنه يعطيني نسق أفضل خلينا نفهم أكتر خلينا نفك الفلترة من على هاد وقول شوف شو بيصير شوف هاد الضغط هون فلترة لهذا وهذا وهذا طب ماشي خليني ايم الفلترة هون حط هايلايت شوف شو صار أنا ألطف إنه يطالع للداتا الحقيقية وفقا للإختيار تبعي ولا هيك جزء من كل يعني مظل للشي اللي أنا بدي لا والله أنا خليه فلترة وطريقة أفضل طريقة الفلترة طريقة جميلة جدا وحلوة فتعطيني الداتا اللي أنا بديها بشكل لطيف وجميل مثل ما أنا عم ببحث أو عدم الفلترة طبعا عدم الفلترة لا أوصي به لأنه هون دائما تفاعلات مع المخططات لا أوصي غير إنه يتفعلوا مع البطاقات مثلا بشيء جميل طبعا هذا الشي يعود للهدف اللي أنت بدك تصممه أو بدك توصله من تقرير الان لا خلي هاي تفلتر هاد طب هاد شو يعمل بالباقي كمان خلي يفلتر في نقطة كتير هامة هاد فلتر هاد تمام هون ها فلترة تمام هاد شو يعمل بالباقي كمان يفلتر شماي يصير عندي أي تح حدي أنا لا يحمد عقباء ها أي الدات اللي هون أوكي طب هاد كمان يفلتر لهدول في نقطة كتير هامة أنا البطاقات اللي هون بس ما لح تتفاعل مع هذا المخطط لكن إذا ضغط هون لاحظوا عم يتغير أوه فأنا بدي انتبه أنه كل هدول المخططات هلا هاد لاحظوا ما يتفاعل مع هاد المخططات بس هاد لاحظوا عم يفلترون فأنا لازم أرجع لكل المخطط وتحكم بلغة التواصل حتى هاد اللي كمان انتوا لا تتفاعلوا وهاد اللي كمان انتوا عفوا هاد اللي لا تتفاعلوا مع هدول البطاقات بالتحديد لأنه أنا آيل أنه هاي بطاقات عامة أنا هيك آيل وفقا لها الرمز اللي أنا حاطه مثلا الآن أي ضغط على أي مكان تلاحظوا أنه هاي البطاقات ما عم تتأثر هاي عم تعطي قيمة وفقا للشي اللي انت حددته وأيضا هدول المخططات الثلاث عم يتأثر بفعل بأثر الفلترة أثر الفلترة يلي هاي عم يتأثر هاد حتى الضغط هون هاد هدول ما عم يتأثر هدول عم يتأثر نظام الفلترة على البقية وهيك يتأثر لكل الخططات البقية كما انتم شايفين يا زمان وهذا شيء جميل ولطيف في تقرير الآن نريد إنشاء صفحة تانية شو تحوي هاي الصفحة هاي الصفحة التانية بدي إياها تحوي أداء الموظفين عبر السنين هلأ هون أنا بيعطين إياها جينيرال فأنا ما أعرف غوص بالبيانات عم يعطيني إنه بتغوص تقيمة أداء سبعة بدي غوص بالبيانات يعطيني البيانات بحيث إنني شوف تقيمات أداء عبر السنين شوف المبيعات عبر السنين شوف مين اللي استورد دول اللي استوردت أنا في عندي دول اللي مين هالئول اللي وأيضا بدي شوف الفواكن اللي هذا الشي انا بدي ابحث عنه بصفحة ثانية دائما تذكروا النسخ لسق شي جميل هون بدال ما انا انسخ لسق تشارت بح انسخ الصفحة كله ياته وقل لها دبلي كي كله ياته هلا هون صار صفحة جديدة خلينا نروح نقل لها باي اوفيس يعني وفقا للمكتب الآن انا كل هاي المخططات لست بحاجتها هيك 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 هترك مخطط واحد فقط لا غير الآن ليش مخطط واحد لانه هو الوحيد اللي حانسخه وقلصقه فانا هاي كلها المخططات ما بدي اياها الا مع السلام الآن جملة هون انا بس عبتذكر انه هون ما كاتب باي جيندر يلي هي هون بس لحط الله انا عنوان يلي هي باي جيندر اوكي الآن الصفحة التانية بدي مثل ما حكينا اداء العاملين وفقا للسنين طب شلون بدي حددها يبقلك تكرم عيونه هاد اولا خليكون مقياس او عفوا تشارت خطي لانه الخطي هو اللي بتغير عبر السنين انا هلا لحشتغل عليه متل ما انتو هون شايفين اولا هذا المخطط لحط له عنوان بعد شوي بدي ايا انا هو تقييمات الاداء عبر السنين لحقول له performance حط لي اليير اوف افاليواشن يلي هي تكون الاكس اكسس يلي هي اليير هون 2016 2017 2018 الى ما هنالك حط لي القيمة كافرج كافرج على مر السنين فلاحظوا ظهر لي ظهر لي تقييمات اداء الموظفين كيف عم يتغيروا من عام الى عام من عام الى عام كيف عم يتغيروا بعام 2022 بعام 2023 كانت قيمة تقييم الاداء فانا ارجاني هيك بهذا الشكل تقييم اداء لا ننسى تغيير العنوان يلي هو هون لحطه انا بشكل عام يلي هو performance بشكل لطيف هون التايتل تكون performance لكن متل ما شايفين امامكم زملاء ان الخط لساته ازرق وعم يعملي تشويش بصري طب ماشي شلون بتديروح على هذا الخط اولا خلينا نروح ننسق هذا الشارت بطريقة لطيفة خلينا نروح الواي اكسس والإكس اكسس اي مينو اللي احنا هون شايفين النتائج ما في مشكلة نحنروح على agreed lines agreed lines هي الخطوط العرضية والخطوط الافقية اذا انت بدك ياها هذا الشي بعود الى فانت هل انت بحاجتهم لهدول الخطوط بقل له مثلا بدي اياهم مثلا بعرض ثلاثة لاحظوا يمكن هون اخترب على المخطط لحتى تشوفوا شو عم يصير لاحظوا صار في خطوط عرضية مثل ما انتوا شايفين وخطوط افقية لاني انا انفعل الخطوط الافقية خلينا انا اكبر الخطوط الافقية بحيث تظهر لكم كمشاهدين عبر الشاشة لاحظوا الخطوط هاي الافقية وخطوط العمودية هاي vertical وهاي horizontal horizontal filled horizontal and vertical فانت ه genre lines بتساعدك ان هاي النقطة بها دول الخطتين اللي فوق اللي تحت بقلولك انت تقريبا وين موجود فانت قابل الس 7,05 هون موجود فيك تتحكم هذا الخط اللي نفتر خليني أنا أكبره يصير خمسة مشان خليه أربعة لحظوا هون في نوع هذا الخط انت بدك يا solid خط واحد هيك بهذا الشكل شو مشتنا صاير مظهره مظهره للشار بهذا الشكل هل بدك يا هيك solid أم dash يلي هو هيك شرطات كاملة ولا نقاطي dotted يلي هي نقاطي انت الشيء بيعود إليك والشيء اللي بتفضله واللون اللي بتفضله فأنا حطيتي grid lines جميلة هيك حتى لو ما فاهية لكن عاطية لطاف اللي أنا بدي أبحث عنها فينا نغمي الخط طبعها شوي بحيث تظهر أكتر تصير أشد وهي تصير أشد هاي اللي grid lines منروع على طبعا نزوم slider انت فيك تحطه هذا وتحدد انت مثلا قديش بدك تقييم من أنو سنة لأنو سنة هذا الشيء انت بيحدد لك لكن أنا ما بيحاشته اللاين أنا بيهمني اللاين كتير شوفوا الزملاء اللاين عرضه شلون بدك يا خليه يكون أربعة أغمى يكون قاسي linear ولا smooth شوفوا هي الحركة شوفوا حلوة شوفوا خطوي مثل ما شايفين أو smooth يلي هو انحنائي ولا يكون linear خط منكسر فهذا الشيء بيعود لك أنا أفضل smooth وفيه نوعي لـ smooth فيه عننا monotone يلي هو بهذا الشكل انحناء هيك عاطية مثل الموجة وفيه انحناء صح انحناء لكن لاحظوا أشد صح هي موزاوية لكن انحناء شديدة شديدة وهذا الفرق بين الكاردينال الكاردينال والمونوتون وهذا بتحط الكاردينال طبعا بيحطت لك قديش بدك الانحناء شدة الانحناء هاي اللي بدك ياها فأنت كل ما زغرت كل ما تحول حقيقة للـ smooth وكل ما كبرت للانحناء كل ما تحول للينيار فأنت الانحناء قديش بدك ياها خليها بنسبة أربعين لطيف وأنا هاي عبتحكم كل ما لي بطريقة ممتازة جدا بالمخطط الخط اللي أنا بدي وهذا شيء جميل الان صار شكله أفعواني اللون خليه مثل ما أنا النسق البصر اللي أنا عم بيستخدمه بشكل مباشر هل تريد إظهار البيانات من خلفه أو اللوحة من خلفه فيك تحدد الترانسفرنسي مثلا بنسبة عشرين لطيفة وجميلة الان هل اكتفينا باللايمز لا 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 لسه لسه في حركات كتير حلوة في عندي كل قيمة هون هون في نقطة عم تظهر طب أنا بديها تظل ظاهرة بشكل دائم أنا بدي النقطة تظهر بشكل دائم هدول اسمهم ماركرز ماركرز يعني عند كل نقطة هون تظهر أوكي شون بتظهر بقل لك لاحظوا الماركرز أول ما ضغطها بشكل افتراضي طلعت لك النقطة اللي كانت قابلة شوية عم تظهر طب أنا بدي غيرها بتغير لونها بتغير شكلها بقل لك تكرم فيك تشوفها بشكل مربع فيك تتغير من حجمها مثلا اتنين فيك تغير شكلها مثل ما حكينا هاي خلصة خليها وهي مثلا خليها دوارة لكن إذا بدك لون مغاير وهذا شيء أنا أفضله بهذا الشكل فعطت حركة لطيفة جميلة سليسة ذات نصق معين والشيء اللي أنا عم ببحث عنه صار يصلني بالشيء اللي أنا بديه اوكي الData Labels هاي الData اللي عم تظهر فيك تزغر الفواصل تبعها وتكبرها هذا الأمر بيعود إلك لكن القيم أنا مثلا بديها أغمأ شوي مثلا شايفين أو زغرها بحيث تظهر بشكل جميل الآن هاي طلعت الData بدي يغير لونها مثلا اجعله مثلا بلون بهذا الشكل وهذا الشيء طبعا لاحظوا اختفت مثل شبه اختفت وهذا الشيء أنا لا أفضله خليه تظهر بلون أبيض يلي هو متناسق معي بشكل كبير ويكون مثلا غامع بشكل لطيف بهذا الشكل مثل ما أنتم شايفين الآن هاي المخطط مخطط جاهز يعرض لي نمط تغير تقييمة أداء الموظفين بشكل مباشر أوكي الآن أنا بدي زغر المحور اكس مشان يظهروا كل ياتهم خلينا نظهر المحور اكس عناوينه بظهر بشكل 8 تمام بهذا الشكل الآن كل ما كبرت كل ما ظهرت الداتا شفتوا كل ما كبرت طبعا هذا الشي بيعتمد على الشي اللي أنت عم تبحث عنه ضمن تقريرك واللي بدك توصل ضمن تقرير أوكي الآن زملاء أنا هاي تقييمات الأداء بس في نقطة هنا حركة كتير حلوة بالمخطط الخطط وغيره طب بعض المخططات هي شيء اسمه التنبؤ بالمستقبل التنبؤ يعني وفقا لهالداتا اللي عندك وفقا لهالداتا هاي اللي هون تتنبأ بالمستقبل أوكي وين هاي منلاقية منلاقية هون add further analysis to your visual يعني قدم اعمال تقييم متقدم تحليلات متقدمة للفيجول اللي عندك طب شلو بدي أعملك الفوركاست الفوركاست هاي هي التنبؤ لاحظوا طب حط تنبؤ هون تنبأ لي هو لمدة عشر سنين هو عم يتنبأ هون كيف الانحرافات لمدة عشر سنين وفقا لمخططي لاحظوا حتى الانحناقات هون بتشبه شوي مخططي لا 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 انا ما بدي اقول له انه هي لمدة عشر سنين خليني لمدة سنة واحدة شوف شلون تقييماتي انا بال2024 فيني انا اتحكم بقيمة الثقة وقال له apply فلاحظوا عطاني تقريبا انه تقييم الاداء ب2024 لاحظوا انا اخر تقييم الاداء ب2023 عطاني بال2024 انه انت ممكن تكون بين هالحدين شوفوا وهذا الشي اذا قربت على هاي المساحة الرمادية بيقلك اعلى حد هو 7.03 وقدنى حد هو 6.95 6.95 وهي نقطة كير رائعة في نقطة هون هام هل هون قطعا لحيصير هيك شي لا 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 هون عم يعتمد على الذات اللي قبل لكن ممكن يصير تغييرات كبيرة على مستوى المؤسسة تغير لك كل هاي النتيجة بس هو عم يعطيك تنبؤ وفقا للحال اللي انت مارر فيها بيعطيك تنبؤ فيها وهذا شيء لطيف وجميد طبعا فينك انت تحدد هذا الخط اللي لونه هون اسود فيك تحدده مثلا يكون كحلي بلون مثلا غامق وهي الشفافية انت تحكمت منها الى ما هنالك من امور لن استغرق بها هو خاص بالمخطط الخطي الان اريد ايضا يا وائل عرض المبيعات بطريقة ابداعية الان الان اريد عرض المبيعات بطريقة بديعة كيف نفس المبدأ نفس المبدأ انا لح اشتغل على المبيعات طب انا طالما مخططي جاهز باخد نسخة منه وبروح بقل له هاي عاطيني المبيعات بدال ما اروح انا قيم تقييمات لدى يا زملاء لح اروح انا قل له اعطيني المبيعات من وين من موجودة من السيلز فينا حط انا اليير والسيلز طبعا هو في خطأ بالداتا هون لانه ما عم يعرف وين يحطن انا لح قل له حط الاكس اكسس هي اليير وهلأ عطاني المبيعات بطريقة لطيفة انا اذا اخدت نسخ هاد ضغطه هون فلاحظوا ما عم يتغير فهذا الشيء انا بديت حكم فيه بيديي يلي هي اعدادات المخطط بشكل مباشر طبعا ما عرف لانه ما عرف لانه هو اخذ الحقول بالبداية بشكل افتراضي بشكل خاطئ فأنا لح علمه يهون تعليم قل له بدال هون اليير حطي اليير اللي موجودة هون وبدال الـ average result عطيني الـ average sales او مو الـ average sales الـ sum of sales اوكي الـ sum او الـ average حسب انت شو بدك تتناقش هذا الامر بيعود اليك طبعا الـ sum هون مثل الـ average كانحناء الـ line خلي يكون cardinal بنسبة 40 اللون يكون بني بهذا الشكل وعطيني forecast له forecast بنسبة 1 عطيني تنبؤي كيف المبيعات لح تكون بقادم الايام ونسبة الثقة تكون 75% اوكي هلا انا عندي forecast line خلينا تكون من هذا الشكل فعطاني الان حركة المبيعات عبر السنين وتقييم الاداء عبر السنين لا ننسى انه نغير العنوان بشكل مباشر من title يلي هي هنسميه هون sales اوكي الان هاي الصبحة انا بديها تكون عبر الـ office بس انا اذا انتقلت من هون لهون انا بعد شوي بدي اعمل drill through على الـ buy office هاي على الـ buy office هاي بدي اعمل drill through يعني انه انتقل لهي الصبحة لحتى اتنبأ فيها فيني اشتغل هاي الحركة بشكل مباشر هون اني حط الـ office طبعا بعد ما اشتغل هاي الحركة ولحروح مباشرة للاستراحة حط الـ office بت drill through وهلأ صار فيني روح على الجنيرال واضغط على احدى مثلا قطر روح على قطر مثل هون وقول له روح على قطر فعطاني تقييمات اداء الموظفين عبر السنين لقطر والمبيعات في قطر الان بضغط هذا الزر مثل ما حكينا لكم انه هو زر عودة بارطبة بالـ drill through خليني روح شوف بمصر drill through buy office عطاني تقييمات الاداء للموظفين في مصر والمبيعات تقييمة في مصر ونعود لكم بعد 10 دقائق ان شاء الله لنستكمل محاضرتنا اليوم الخاصة بإعداد تقرير الاحترافي ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 حتى هذا الشيء نشوفه هون لاحظ بتدريلي ثرو موجود المكتب الأوفيس موجود بتدريلي ثرو أوكي شو اللي بدي يا أنا لسه بدي حلل داتا شو في شغلات لسه ما ظهرت لاحظوا أنا في عندي عمود هوني اسمه عمود الشهادات السيرتيفيكيت وينو السيرتيفيكيت ليكو هذا أنا ما حللته ما موجود بالجينيرال طب أنا شلون بدي أحلله خلينا ناخد الآن نشتغل على تحليله بحيث يكون بمكان لطيف هون ها مثلا هيك ونجعل السيرتيفيكيت جنب أخواتها هون في هذا الشكل نضغط على الأعمدة مثلا المخطط العمودي ونجعل الواي أكسس هو العدد والإكس أكسس هو السيرتيفيكيت وظهر لي هون مثل ما شايفين ربما هيك المخطط شوي صغير ظهر لي كل شهادة وفقا للدولة اللي إحنا مفلترين عليها ما ننسى هون على بصر في مصر في 42 موظف مع شهادة سانوية إلى ما هناك من إحصاءات خاصة بمصر لكن الصفحة الصفحة ما عم تعرض لي أنه أنا بمصر بالأصل طب أنا لازم ضيف هيك شغلة احترافية تظهر لي أنه أنا بصفحة مصر شلون بحسن أعرفها طب شلون دي عارف أنه أنا بالأصل بصفحة مصر مباشرة حط بطاقة وحط الأوفيس فيها بيظهر لك أنه أنت بيجيب بس هي البطاقة شيء غير لطيفة أنا أعطي الشيء اللي أنا بدي وعم ببحث عنه خلينا ناخد نسخة وناخد اسم الدولة بس بطريقة احترافية للغاية يعني خلينا ناخد هاي بطاقة مثلا خليها تكون بطاقة ونحط بدال الأفريج نحط الأوفيس تمام هل إحنا بيجيب تمام الأمور والأمور كلها ياته تمام بهذا الشكل إنه هاي البطاقة مثلا نحن بالمكتب يجيب طب أنا تذكروا أنا بالداتة عندي علم مصر علم مصر شتو بدي طالعوا عندي بطاقة بس هي متعددة الأسطر مالتي رو كارد لحط فيها أنا اسم الدولة على عين ورأسي تمام هاي مصر ليك هون خليني بس أنا أزيل التايتل هذا اللي هون هذا التايتل ما بديه هاي لكا كلمة إيجب هون طالعة خليني أكبرها منشان يكون الأمر واضح معفوهم بالكارد تكون عشرين شايفينا لكا كلمة إيجب خليها مباشرة ناخد النسق البصري اللي أنا عم ببحث عنه مباشرة هل إحنا بمصر بس خلينا نطالع عالم مصر فيني طالع عالم مصر بقولك نعم وينه عالم مصر عالم مصر موجود بفلاكز وناخد فيه يلي هو الفلاك هادي لحيظهر لك مشكلة السبب أنه أنت لسه ما معرفون الباور بي آي أنه هذا الفلاك هو يعني صورة فمنضغط على الفلاك ومنقوله أنه هاي إيميج يو آر إل أنه هاي إيميج يو آر إل ممكن تظهر لك الآن مشكلة ويطلع لك عالم مو عالم مصر هلأ خلينا بس نشوق الآن خلينا أنا جهزت الفلاك لحطه طلع لي عالم مصر ممكن يظهر معك ببعض المشاكل نتيجة بالداتا موضل يظهر هون عالم ليس بعالم مصر نتيجة مشكلة ما تحط جيرماني مثلا يطلع لك كندا تحط جوردان يطلع لك كندا تحط كذا يطلع لك كندا السبب بدك تتأكد أولا من الربط يكون صح والداتا ما فيه تكرارات وهذا الشيء اللي احنا أكدنا عليه فالآن الآن أنا لح أرجع أعمل من مكتب من أنو مكتب مثلا خلينا ناخد مكتب قطر مكتب المؤسسة هاي اللي عم نشتغل عليها بقطر هاتل لنشوف طليع عالم قطر وهذا شيء جميل جدا بدال ما يظهر لك بس اسم الدولة ظهر لي حتى العالم تبعها بطريقة لطيفة لكن أنا لا أريد هاي الظل اللي هون فيني أنا أقيم هذا الظل بحيث إنه خلص الصفحة منها وفيها طالع الإفكت اللي هي بدنا يعني هاي اللي حنقيم الشدو ولح أرجع أنسق البيانات بطريقة لطيفة نجعل فيه accent bar هوني أنا لاح أستخدمه accent bar الخط اللي هون الغامي هلا بتشوفوه متل ما أمام كون هون ولح أجعله 6 بحيث بهذا الشكل لاحظوا صار فيه جمالية للنصق اللي أنا عم بشتغل عليه هيا ناخد شغلة تانية بالتصميم call out values عفوا مو call out values card accent bar title category label أوكي هون تمام آسف آسف هي هي تمام هون تكون 18 بخط غامق تمام هلا أي دولة أنت بتنتقل إلها من الصفحة هديك لحيظهر لك اسم الدولة اللي عم تشتغل عليها بالإضافة ل عالمها وهذا شيء حلو جمالية بالتقرير الآن خلينا ناخد بطاقة من متفاعلة يلي هي تظهر لي اسم الموظف والرواتب تمام مباشرة أنا أستخدمهم هون بالصفحة إذا استخدمتهم مباشرة اللي حيظهر معك عدد الموظفين وحجم الرواتب لموظفي قطر ليش لأنه الصفحة كلها هون وفق للدريل الترو عم نشتغل على قطر أوكي أنا بدي هيك شغلة لسه حلوة وجميلة شو هي يا وائل بقلك بدي خريطة بتقلي خريطة بقلك نعم أريد خريطة تظهر لي الدول المستوردة من قطر مين هي هي الدول المستوردة من قطر تمام بقلك وين أنا هذا الشيء موجود موجود أنا عندي ياب السيلز يلي هني اسمهم باير تمام بس خليني أنا استخدم أولا نجعلها خريطة ونجعل الباير وين موجود ب موجود في اللوكيشن لاحظوا ظهر الدول التي استوردت من قطر هون طبعا الدوائر الصغيرة أمر بسيط اللي احنا فينا نعالجه بشكل مباشر يلي هي البابلز يلي هي الفقاعات أولا خليني استخدم الصورة البصرية اللي أنا معتادة عندي و أن أجعل حجمهم مثلا عشرين أو ثلاثين لاحظوا بلا شو يكبر الفقاعات بطريقة لطيفة لكن كل الصورة هيك أنا ما مناسبة إلي خليني أنا استخدم خريطة مثلا لايت لايت هاي استخدمناها خلينا الجري سكيل الجري سكيل حلوة ولطيفة ومناسبة للتقرير كنسق بصري جميلة جدا مباشرة الخريطة العثلي اللي أنا بديها الآن لاحظوا أنا عم يظهر لي مناطق أنا عم يظهر لي مناطق لكن أريد حجم الفقاعة أن يتغير بدك يتغير وفقا لشو أن يتغير وفقا للمبيعات لاحظوا هلأ بهي بعض الفقاعات لح تكبر لح نحط البابل للسيلز بالبابل سايز لاحظوا في فقاعات كبرة وفقاعات ضلت صغيرة السبب أنه صارت الفقاعة تكبر وتصغر بناء على حجم المبيعات اللي صارت خلينا نظهر الفقاعات كحجم إجمالي هلتقل لي في فقاعة جنب فقاعة أو داخل فقاعة لا لا لكن هون في دولة صغيرة هون الدولة جامبيا أصغر من السينيغال فظاهرة السينيغال وهي بالأصل شارية بشكل كبير فظاهرة أنه هي أكبر منها تمام لكن أنا بدي هيك تفاعلية أفضل لتقريري يعطيني أسماء الدول على جنب بقل لك الأمر بسيط مثل ما أنا أخد بطاقة متعددة الأسطر هون خليني أنا أخد بطاقة تانية أظهر فيها أسماء الدول أسماء الدول بس بحطها بهذا الشكل وبقل له أظهر لي المستسبة طبعا هون عم يصير في مشكلة نتيجة في مشكلة لاحظوا فظهر لي أنه كرواتيا وغامبيا وهنغاريا وإنديا وجابان وليبيا والسينيجال هدول كلهم عم يستوردوا وفعلا ليك هاي الجابة إنديا موجودة إنديا فظهر لي أسماء الدول طبعا كل شيء عم نحطه بهذه الصفحة بيتغير وفقا لأنت من أنه دولة عم تجي من ساوث أفريكا من رولة باي أوفيس الآن ساوث أفريكا هاي علامة اسمها ومين استورد منها والقائمة هون ومبيعاتها وتقييمات أداء موظفين وشيغلة طويلة ورائعة جدا فهي شيء جميل بس أنا هون بدل ما أكتب على السلاريز لحسميه امبورترز امبورترز يعني مستوردين امبورترز وهون كمان على هاي القائمة نحط لها عنوان لازم يكون فيه إلى عنوان مثلا هاي وهون سميها امبورترز ليس بس خلينا نظغرها لأربطاش هاي قائمة المستوردين وهاي المستوردين شو في شغلة لسه ما ظهرت عندي يلي هي في عندك شغلتين زمر دم الموظفين لكن غير مفيدين يعني أنا مثلا زمرت دم إيجابي شو أعمل فيهم هدول لكن الفواكه اللي بفضلوه ممكن أنا وقت بصير بعمل حفلة على مستوى المؤسسة أنا بعرف شو بدي يجيب الفواكه وفق لرغبات الموظفين فالفواكه شيء جميل أنا مثلا ممكن أشتغل عليه يلي هو مثلا بشتغل عليه بالجدول شوفوا فيني أنا أعمله هون جدول ولا ننسى الفواكه أنا عندي إياها صور ففيكن تستخدموا شوفوا خلينا نحول أول شيء هذا لجدول واستخدم الفاكه وعدد الموظفين فلاحظوا هاي جدول هون عم يظهر بس خلينا أنا أقل له هاي النام اللي يكون كاونت أوكي لاحظوا طلع لي قائمة في الموز 105 والعنب 102 102 موظف بساوز أفريكا بيحبوا العنب و 113 بيحبوا الكيوي هل أنا عندي طريقة أحلى من هاي اشتغل عليها وتطلع لي بطريقة منسقة بمتازة بيقول لك إيه موجود فيني أنا استخدم الفواكه بشكل مباشر بس لا تنسى اتحول الرابط طبع الصورة إلى نسق يكون بيانات رابط من بيكتشر ل الكلام تولز اتحولوا لبيانات رابط الآن لح اجعلها طبعا بس عم ننتظر لأنه غيرنا بيانات عمود كامل الآن لح أضغط على الفاكهة كصورة وأضغط عليها هون لاحظوا ظهرت لي بشكل الفاكهة وجنبه رقم الموظف الفاكهة وجنبه رقم الموظف طب يا وائل أنا بديهم بالعرض وبقل لك بالعرض بتصير اسمها ماتريكس بنحولها لماتريكس بسيطة وبنحط البيكتشرز بالكلامز بهذا الشكل أوه صارت شيء لطيف وحلو ومنصق مثل ما أنا بدي وهذا الجدول أو الماتريكس هاي فيني أنا أكبرها بالطريقة اللي أنا بدي إياها هذا التوتل 633 فعلا هو عدد الموظفين بس هذا التوتل ليك كلمن صبتوتل ما بدي الرو صبتوتل كمان ما بدي ال العدد فيك أنت تتحكم باللون لون الخط تتغيره بحسب يكون تناسقي طبعا أنا هون لح وقفوا هذا الأمر وأنا أتتحكم فيه بالشيء اللي أنا بدي إيميج سايز حجم الصورة اللي أنت مستخدمها فيك تجعلها 190 بحيث أنت بحيث تتحكم بالحجم اللي أنت بدك بطريقة لطيفة وفعلا هذا شيء أعطاني الغاية اللي أنا عم بحس عنها الآن خلينا نروح على القيم اللي موجودة هون خلينا نروح نقول إنه هاي بقيم 20 صارت كبرت فينا نروح نقول اللون تبعها اللون تبعها ما مناسب إلي تكون لون بلون هذا الغامق اللي أنا مستخدمه اللون النسق البصري اللي أنا عم بيستخدمه الباكي جراوند تبعون الباكي جراوند أنا ما بدي يكون لون بصري أنا اللي عم بيستخدمه هذا شيء كتير جميل والترنيت أنا ما محتاج لأنه ما عندي أسطور تان يشتغل عليها الآن ال ال رو هيدر رو هيدر سايفين هدول الآن اللون الباكي جراوند أنا خلي إليها كمان مثل هاي تمام ليش ما ظاهرت مثل ما أنا بدي ال رو هيدر آسف آسف الكلم هيدر الكلم هيدر هي اللون اللي بدي أنا بهذا الشكل صار اللي بدي بشكل لطيف وجميل وطبعا كل البيانات التي هنا تتغير لاحظوا هلا مثلا هون المحبي الموز من الموظفين تبعات ساوز أفريكا 105 إذا إذا راح لمكتب تاني لحي ظهر لي بطريقة تاني مثلا خلينا ناخد مكتب روسيا ونقول له روسيا رحنا نطلع لي مكتب روسيا وهون عدد الموزفين مثلا 91 وعطاني كل شيء يخص روسيا هاي هاي على مستوى المكتب هاي اللي عملناها على مستوى المكتب طب أنا إذا بدي على مستوى البوزيشن والدبارتمت والجندر أنت صفحتك جهزت صفحتك جهزت ما بقي غير بتعمل نسخ عفوا بتعمل وتقول بدال باي أوفيس تقل باي بوزيشن على مستوى المنصب باي بوزيشن وتقيم المكتب من هون وتحط المنصب البوزيشن لك وتحط هو بتدريل ثرو بس هون عالم كندا ما عاد له أهمية فأنا بيكفيني أخذ بدالهم البوزيشن مشان يظهر لي بطريقة احترافية بس هلأ أنت هون لساتني ما رابطة من هني هلأ بطلع لك كل البوزيشنات لحروح وأخذ بوزيشن من هون بلاحظ دريل ثرو صارت فعالة عليه وبرو بقول له باي بوزيشن بروح وقائمة طويلة إلى ما هونالك هاي عم نتحكم وفقا للأوفيسر فين اعمل ناخد وفقا لل ديبارتمين هيري نيم لل ديبارتمين هاي عفوا باي ديبارتمين ونقول بدل ما نحط البوزيشن بالدريل ثرو لحنحط الديبارتمين بالدريل ثرو لاحظوا قبل ما حط هاي الحركة لحنروح لهون ونروح سويا على الديبارتمين بلاحظ أنه ما في دريل ثرو عم تطلع لي هلأ أنا ليك نواقف على الداتا تبعها ما عم تظهر لدريل ثرو ليه لأنه ما في صفحة أنا مفعل علي دريل ثرو على مستوى ديبارتمين ترو على بايد ديبارتمين وبحط الديبارتمين بالدريل ثرو وهي البوزيشن بقيمة بحط الديبارتمين هلأ صارت جاهزة من هون برو برجع عالجينيرال بلاحظ أنه إذا قربت على داتا الخاصة بسا بأي قسم الفاينانس صارت عندي صفحة للدريل ثرو يلي هي بايد ديبارتمين ممتاز 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 جدا جدا طب ماشي شو في لسا عندي فيني أعمل وقل له آخر شغلي اللي هي باي جيندر وبدال ما أستخدم هاي لحط الجيندر وبالبطاقة أحط الجيندر هاي إيمة حط الجيندر ونلاحظ الآن الجيندر كمان صارت فعالة عليه هذا الشيء اللي أنا عم بشغل عليه الشيء الجميل لحنروح نقول خلينا نشوف الذكور في المؤسسة شو وضعهم عددهم هالأد وفعلا هو هذا 3404 بتلاقي شو محبي الموز إلى ما هناك والمستوردين وتقييمات أداء وشهادات إلى ما هناك من إحصاءات عم نغوص فيها بالبيانات وفعلا هاي الصفحة خاصة بالميل شيء جميل ولطيف وسلس الآن ننتقل لفكرة تانية أنا يا وائل حابل بدال ما اعمل انتقالات من الخلية اني فعل أزرار بالجينيرال هون اعمل أزرار هي تكون شغلتها تدريل ثرو مثل ما عملنا بالمحاضرة وهذا الشي اللي حعمل هلا أمامكم بطريقة ممتازة جدا ولطيفة للغاية الآن ننزل زر بطنز خليني انا إذا تشات بطنز من بطنز باخد بلانك زر فاضي هذا الزر خلينا نعمل هيك بهذا الشكل هذا الزر أولا شغلته لهذا الزر منشان نفهم نحن هذا الزر اللي هون هذا الزر هلا أنا كبرته لأمر ما لغاية في نفسي أول شي لحقل له أنت شغلتك تدريل ثرو تروح لوين للأوفيس يعني هذا الزر لحيظل زر هيك موجود وشغلته أنا إذا أنا قيت مكتب يرجع لي للمكان اللي بديه ثانية نحن نعمل كونترول زد لأنه في مخطط تحرك نفي هذه الخطأ تمام هذا الزر شغلته يعمل دريل ثرو على المكتب تمام شلون عملتها بروح بقل حددت الزر وقلت له اكشن فعلتها اشتغل كدريل ثرو وروح على المكان روح على الأوفيس أنا هيك عم قل له لهذا الزر تمام خلينا نروح نشوف إعداداته للزر قلت لكم هناك أربع إعدادات للأزرار هيا نحفظهم أول واحد الزر غير فعال لا يعمل ليش لأنه انت ما بتكون محدد له شو المكتب اللي بده إياه فهو إذا ما محدد له مكتب واحد فهو ما لحي يشتغل هاي الحالة اسمها disabled ونروح على style لكن هاي الحالات الحالة لك حالة في أربع حالات يلي هي disabled خليني أول شي فعل تنسيق الـ disabled إنه الزر غير فعال شلون يطلع شكله اللي حنقله هون select office أول شي قل له إنه طالع لي إنه اختار office هاي 8 وغامقة وبالنص هاي select office اللي شايفينا هون يا زملاء هاي select لح تظهر إذا الزر ما فعال لح تظهر هاي select office إذا الزر ما فعال شو معناتها عم يقول لك روح اختر لي office طب إذا بدنا نشتغل أكتر لحنروح نقول له الايقونة شو الايقونة اللي بدك ياها خلينا نحط له ايقونة هاي تبع الإشارة التعجب إشارة التعجب هي information لاحظوا إشارة التعجب هي information ومنقول له خليها تكون تحت النص بهذا الشكل إنه هذا الزر غير فعال فهون فيه طالع له إشارة إشارة information مثل هي إشارة التعجب مقلوبة الآن خليها تكون أربعة غمائتها أربعة هاي لها هلأ أنا يا زملاء عم بيشتغل على إنه الزر غير فعال عم نسق الزر غير الفعال الآن شو حدوده اللي بدك ياها خليها حدود غامقة هيك بهذا الشكل وسكون هاي أربعة طبعا هاي حديدي جدا أصغر ممتاز هلأ أنا هيك الزر هاد إذا غير فعال طب إذا صار فعال في ثلاث حالات إذا صار فعال أول حالة الماوس بعيد عن الزر هو شغال أنا نطقيت مكتب شوفوا هلأ نقيت مكتب أنا نقيت مكتب لاحظوا الزر راح انخطف لونه ليش لأنه أنا لسه هلأ ما عامل له إعدادات إنه هو فعال يا الماوس أنا حددت مكتب ولسه ما قربت على الزر الحالة الثانية أنت حددت مكتب وقرمت على الزر الماوس الحالة الثالثة تضغط الزر هدولة اسمهم أول واحدة هي الديفولت الديفولت أنا بدي أقول له ready تمام ready تمام أنا أقول له أنه جاهز هذا هون المكتب جاهز لحن نخليه بلون غامق بهذا الشكل لاحظوا كلمة ready هون ليش لأني أنا مختار office بس لو قمت اللي حيقل لي select office بس طالما الزر أنا عم بيشتغل عليه هو فعال طالع كلمة ready هون هل لحن نصقها لا تقلقوا من هالناحية الآن الآيكون بدي صورة فيني أنا حطها بس هذا إذا كان ready مثل شوفوا بوك مارك هاي البوك مارك فيك تحدد له أنه مثلا تكون بيلوتك في هذا الشكل لاحظوا فيني أنا أحدد له الآيكون اللي بدي إياها تظهر بالطريقة اللي أنا بدي إياها بالطريقة اللي أنا بدي إياها أنا ما بدي هي الأيكون بدي هيك يطلع له إشارة يد إشارة يد طب شون بدي يحددها منروح على icon icon منروح على icon icon لك منفعلها منروح على custom custom بقل له حدد لي الصورة أنا بالأصل يا زملاء محدد الصور اللي بدي أشتغل عليهم ب قاعد بياناتي آآ ندوات محاضرات جامعة عفوا آسف جامعة شد أدبع مكتبة الملفات ملفات محاضرة بيكس and icon هذا الصورة اللي أنا بدي إياها لحقل له تمام لاحظوا ظهرت بطريقة أنا بدي إياها ولحقل له تكون بناسبة وتكون هاي بنسبة 60 حجمة حجمة 60 منشان تظهر على أد الزر أنا ما بدي إياها تكون كبيرة حتى 50 مناسبة أنا ما بدي أكتر من 50 إلا التعبئة تعبئة اللون شو بدك إياها التعبئة أنا بدي إياها التعبئة تكون أصفر فاتح بهذا الشكل هذا الزر هلأ هيك أنا عم نسق وهو هيك شغال بس أنا لسه الماوس وأتقرب منه أنا لسه ما مضبطه هاي شو اسمه الماوس وقت بيقرب اسمه on hover on hover لحنروح على on hover سوا ونقل له بدال كلمة ready يلي هي كلمة drill كلمة drill إضغط الآن الضو اللي بدي أياه يطلع أو اللون اللي هاد بدي أياها كلمة drill لاحظوا لاحظوا بلشت تقرب على شوفوا هاي الماوس بس أنا ما عم بضغط أي شي عليها عم يظهر لي كلمة drill ليش لأنه أنا عم بشتغل على on hover طب ماشي منروح ومنقل له custom بدال هاي الصورة عاطيني الصورة اليد الزرقة لاحظوا كانت ready مع أصفر صارت drill مع أزرق أوه شيء جميل وحنو كتير خلينا نعمل الملء يكون سماوي لاحظوا لاحظوا الزرع يصير سماوي هو حد ذاته وقت أنا عم أقرب الماوس عليه هاي اسمها إعدادات اسمها on hover on hover خليني أنا حطله حدود تكون أزرق غامك بحديد 4 أوكي لحنروع على default لأنه هاي ما كد أنا محددها على default كمان قل له حدود مو سودة إنما بهذا الشكل تكون به حدود 4 الآن بقي الحالة الأخيرة لاحظوا يلي هي هلأ ready هذه الماوس بعيد قرب صار drill تمام كلمة drill أو بدل كلمة drill خليني استخدم كلمة press أضغط بدل كلمة drill خليني أكتب press كلمة إضغط لاحظوا هلأ لحصير press press إضغط الآن طب شو الحالة لسه الحالة الأخيرة يلي هي الحالة on press وإنت عم تضغط اللي أنت عم تضغط بقل go أنا لحط له كلمة go الآن واجعل لون الخط أخضر غامق الآن والأيقونة لون يد خضرة وأنا مجهزة عندي من الأيقونات لاحظوا هلأ لكها بلشت تظهر عندي بطريقة لطيفة لحقل لون الفيل الملء الملء التلقائي بدي يكون الفاتح تمام ممتاز جدا ولون الحدوديات الخارجية يكون بهال شكل الزر اللي أمامنا هذا لطيف وحلو كتير 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 له أربع حالات أنا هون محدد المكتب خليني نرجع نشوف أنا محدد المكتب يا زملاء الحالة الأولى إذا ما محدد المكتب سيقول لي select office ويطلع لي هك محدد المكتب والماوس بعيد لحيطلع لي ready يضغط ready يضغط تمام طب إذا قرب الماوس هاي on hover on hover عم يطلع لي كلمة brace مع لون أزرق ولاحظوا إيدي ما على الماوس دليني ما عم أضغط هلأ إيدي على الماوس وعام بضغط إيدي على الماوس بالموقع وعام أضغط عم أضغط عم رائع جدا وبس لح نجعله بطريقة ألطف شلون يا وائل بيقلك من يوم يوم الأزرار هيك اللي تجي بالواجهات بدل ما تكون مربعة بتكون بتكون دويرة أو على شكل مثل هيك شايفين مثل هذا الشكل شايفين فهذا شيء حلو هذا زر هيك إذا ما حددنا المكتب بطلع لي بهذا الشكل في نحدد هاي النقاط كل بالطريقة اللي بتناسب نا بالطريقة اللي احنا بتناسب نا الآن الآن دعونا نقول إنه هذا الزر جاهز هذا الزر هو خاص بالأوفيس وقت تحدد أنت أوفيس بيصير شغال لاحظوا عم حدد أوفيس عم يصير لونه أصفر وقت مقرب عليه بيزراء وقت بضغط ويصير أخضر ممتاز هذا الزر أنا عم قل له شو يشتغل أنا عم قل له يروح يعمل أكشن لل باي أوفيس وقت بده يروح يعمل أكشن على ال باي أوفيس فهذا الزر بروح على باي أوفيس وقت تختر له أوفيس طب أنا بدي أعمل أربع أزرار لأنه أنا عامل أربع صفحات واحدة باي أوفيس واحدة باي جيندر واحدة باي باي ديبارت بإلك تمام بتنسخ من الزر عدة نسخ هاي أربع نسخ محترمة من هذا الزر بنحط بهذا الشكل تمام بهذا الشكل صار عندي أربع أزرار كل الزر بإله روح على صفحة هذا الصفحة بإله بدان ما تروح على الباي أوفيس وتروى على تروى على ححبكهم منصخصين سلوى في تغيير سلوى magazine تغيير صغير هم نفسTE ملطيفين وقت بتضغط على الأوفيسر بيضوي تبع الأوفيسر وقت بتضغط على البروغرامز بيضوي تبع البروغرامز وقت بتضغط على الجيندار بيضوي تبع الجيندار وكل ياتهم فيهون نفس التنصيق وكل واحد وقت بتضغطوا بهذا الشكل شيء جديد طب يا واقل اذا حددنا من مخططين باي كونترول يعني اذا حددت هون ساوس افريكا طلعلي ليك وضوى ضوى زر تبع المكتب تمام اذا حددت معه بوزيشن بالكنترول بدوي زرين حددت معه القسم بدوي ثلاث ازرار واذا حددت معه الجنس بدوي اربع ازرار واي زر بنقلك للصفحة وفقا للبيانات اللي انت حددتها بالطريقة الممتازة للغاية الان الان يا زملاء هون بس مكتوب سليكت اوفيس بس هذا ما لازم يكون سليكت اوفيس هون لازم يكون سليكت بوزيشن بقل لك منروح على ستايل على ديفولت منقل له بدال على ديفولت عفوا مو على ديفولت على دي سيبول بدال سليكت اوفيس بقل له سليكت شو بوزيشن تمام بروح على هاد الزر بقل له بدال سليكت اوفيس بقل له سليكت ديبارتمين توسقل الحالات تمام وهذا بقل له طبعا هون سليكت ديبارتمين طلعت كبيرة طب فينا احنا نكبر ازرارنا بطريقة هلأ هلأ بنشتغل عليها هاي هذا الزر بنقول له سليك جيندر ممتاز جميل لطيف هذا الحكي لحدد كل أزراري أنا ويشتغل عليهم كحجم سوا الآن الحروق أنا قلل لهم عفوا 60 80 عم جرب 900 ممتاز هاي الأزرار صارت جاهزة أنا عندي في هذا الشكل طبعا بس أعيد موضوع تبعاتهم لح عيد التموضوع وكل واحد إلو شغلته الخاصة مثله مثل أخواته تمام تمام طبعا أنا حتى فيني أنا أضغر الهايد في هذا الشكل اللطيفة تمام حركة لطيفة طبعا لسا تنوات منحدد الأوفيس بيضوي زر الأوفيس بيضوي البوزيشن بيضوي البوزيشن الديبارتمنت بيضوي الديبارتمنت والجيندر بيضوي الجيندر ممتاز جدا 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 الآن خلينا نكون بصحبين كتير 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 الآن أنا بدي هذا المخطط هذا يتحكم فيه بشكله العميل أو الشخص اللي عم يناقش للتقرير طب يا وائل شو اللي بديك شبته أصدق أنت هو بقل لك أنا بدي مرة يطالعه دائري أنا أترك له الخيار إله مرة دائري مرة يطلع له على أنه شكل خريطة طب مو خريطة بقل لك أولا منروح مننزل الأيقونات خلينا نروح على فورمات أول شي اخفي هذه التنسيق الإعجادات الإفتراضية الآن بقل لك خلينا نروح على نزل الصور الخاصة أولا بالتنسيقات اللي بديها أنا بدي مخطط أفقي أو عمودي بهذا الشكل وبيدي مخطط دائري إنه يحسن يتحكم فيه وبيدي مخطط التري ماب يلي هو إحدى مخططات الإفتراضية في الباور بيار الآن هدول اللي حأظغرهم أنا اللي بدي إذا ضغط على التري ماب هاي هاي التري ماب إذا ضغط علي اتحول المخطط كل ياته لتري ماب تمام شلوم بدي يشتغل هذا الشغل هذا الشغل جميل وتفكيرنا سليم لحنا حكينا عنه هذا في المحاضرة الماضية لكن أنا لح أرجع أنسق هذا الأمر سويا إن شاء الله الآن هنحط هذا أيضا مع إخواته هنا أنا بدي مثل ما حكينا إنه إذا ضغط على هذا الزر الأيقونة هي على هاي الأيقونة يعطيني الشي اللي يبحث عنه بالطريقة الإبداعية الخاصة في الآن اتفقنا كل الحركة بدك تعملها من هاي الحركات لازم تعمل مقابلة مخطط يعني أنا عندي مخطط للجندر لازم تعمل منه واحد تاني وتجعله شو تجعله هادي يكون تري ماب لحنحول لتري ماب ليك تري ماب شفتوا هاي تري ماب ولحن ناخد نسخة أيضا نحول بدال التري ماب إلى إلى مخطط دائرة الآن هيك بس فاتوا بعض بقل لك هي هون الحركة اللي هنروح على view شفتوا view ونطالع خيار اسمه selection ونطالع خيار تاني اسمه bookmark شوفوا يا زملاء نطالع خيار اسمه selection وخيار تاني اسمه bookmark في هاي الجندرات وشوف هلا مين طلع لهذا هذا أنا بدي حوله لعامودي دائعة شوفوا أنا من شاء ما يظهر بطريقة غير لطيفة أنا آيل إنه عامودي فبدي حوله العامودي بكل بساطة الآن الآن شوفوا يا زملاء أنا هاد عامودي خفيت المخططين التانيات لاحظوا أنا هون كان في عين خفيتها لح أقول لح خفيتهم مين ضل مين ضل ضل العامودي لح أروح سميها هاي هاي الحالة اسمها vertical تمام أو vertical vertical تمام أو column أو إنه المخطط العمودي تمام لح أرجع افتح وضح واحد واختي التاني مين ضل البيت شارت لح سميه باي لح أروح كمان اختي هاد وهاد وضل عندي تري ما هاد ها هسميه تري تري تمام ممتاز جدا هلأ أنا صارت جاهزة عندي حركة كتير لطيفة لح نقول وين الأزرار تبعاتي لكم قاعدين هون أزراري لح نروح أول شي نقربهم لقدام يصيروا قدام يعني مو الواجهة مباشرة لكم لح نروح عند الزر العمودي وقل له اشتغل على انك تتحول لبوك مارك اشتغل على انك تتحول لبوك مارك وهي البوك مارك هي الكلام والمخطط باي تشارت قل له روح اشتغل على انك بوك مارك وروح لعن الباي ورولا عند التري ماب اللي اشتغل ورولا عند البوك مارك اللي هي التري ممتاز جدا 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 حركات كتير لطيفة وجاهزة هلأ أي ضغط على هاي الأزرار واتبيضغطها المستخدم بتحول من المخطط للمخطط الثاني لأنه أنا عظيته هاي الفاعلية بطريقة لطيفة جدا أنا خليين هاي الأزرار والله هاي إشارة تعجب ما الكتير عاجبتني تمام بهذا الشكل الستايل اللي هي الديسابل الآيكون خلييني أظهرها آيكون سايز خليها 30 وزيادة عليها تمام المهم صار الشي اللي بديها والمخططات اللي بديها في نقطة هل زملاء هو بحاجة يشوف هاي الصفحات لا 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 هاي الصفحات ما هو ما بحاجة يشوفها خلينا نروح نخفية لهاي الصفحات المشتخدم ما بيصير يشوفها لهاي الصفحات ليه؟ لأنه هو لازم ينتقل لها من وين هاي الصفحات ما لازم يشوفها لأنه لازم ينتقل لها من وين؟ ينتقل لها من الصفحة الرئيسية أو الصفحة العامة اللي هي الجينيرال الآن فيه شغلة لطيفة جداً اللي احن نشتغل عليها الآن خلال هالعشر دقائق المتبقية هي الدريل عفواً التولتيب المتقدمة شوفوا يا زملاء ما هي التولتيب؟ التولتيب هي المربع الأبيض الذي يظهر بجانب المكان اللي انت واقف عليه لحنا المرة الماضية فعلنا أنه هو يكون متقدم فلهيك ظهر فيه الدريل ثرو مثل ما أنتوا شايفين يا زملاء هاي نقطة كتير حلوة يا جماعة لحنا نشتغل هلأ شغلة بتطير العقل وجميلة جداً وبالمستوى فوق المتقدم بالدور بي آن بدل ما يظهر لي مربع فيه كتابه لح خليه يظهر لي مربع فيه مخططات مثل ما اشتغلنا قبل شوي بالتقرير العام هذا اللي كنا هون شوفوا هاي المخطط لح ارجع أنا على الصفحة الرئيسية شوفوا أنا عم تظهر لي مو بس عم يظهر لي صفحة كاملة في البيانات اللي أنا بدي إياها مثل الصفحات اللي كنت عم يشتغل عليها لاحظوا لاحظوا ما أجملها أي تحركات هوني عم تتحرك لك التقرير كل ياته هلأ أنا واقف عند قطر عم يطلع علم قطر واقف عند تونس عم يطلع علم تونس واقف عند المغرب عم يطلع علم المغرب هذا مستوى كتير كتير جميل ورائع طب ماشي اشتغلون بدي اشتغلها هاي بالبور بي آي بقل لك حذاري تشتغل هذا الشي على صفحة فيه أي حركة بتشتغلها على صفحة فيه بتنظر يا بالدريل ثرو يعني شوفوا بكل بساطة لحنا أخذ الأوفيس بصفحة الأوفيس لا تضغط على أي شيء خلينا ما تضغط على أي مخطط تضغط على الفراغات يعني بحيث تطلع لك الصفحة شوفوا واتمرو على الإعدادات ومنقله بيج انفورميشن هاي بيج انفورميشن بتلاقي اللو اللو يوز آذ طولتب يعني إنه تشتغل كتولتب هذا الخيار نقطة هامة جدا يا زماله نقطة هامة جدا إذا فعلنا لهون اللي دريل ثرو بينظره خليني قبل ما فعله نشوف شو بيصير هلأ هون هون شوف يا زملاء فيني إذا أنا قربت على المكتب تطلع لي كلمة تدري للسروق وإذا ضغطت المكتب الزر يصفر أوه شي لطيف خلينا نروح نفعله أنه البي اوفيس تكون هي تولتيب البي اوفيس تكون هي تولتيب لحق إلا اشتغلي كتولتيب هاي أول خطوة ثاني خطوة برجع على الجنيرال شوفوا يا جماعة أول نقطة هل لسا تشغال اوه ولا أروع من هيك لاحظوا فوت لي الدنيا ببعض فوت لي الفواكب ببعض ليه لأنه هلا لح نشتغل عليها بحيث تضبط بس إذا ضغطت على شي دولة الزر ما عاد اشتغل الزر ما عاد اشتغل طب أنا شلون بتدي يطالع لي هيك وإذا ضغط بحيث يحسن ينتقل لهي الصبحة نفس اللي عم تطلع لي هاي ليك صفحة عم تطلع لي يا شباب مثل ما أنا كتعب بشتغل لي بقلك يا صديقي بدك صفحتين صفحة جاهزة للدريل ثرو مثل قبل شوي وصفحة جديدة طب بتقلي أنا أشتغل بصفحة بقلك لا بتكرر الصفحة بتقيم منها بتضغط على الأوفيس أضغط على الأوفيس بلاقي الزر يشتغل ورجع أموره بخير طب يا وائل أنا شلي شلي بدي أعمله هون لح نعمل حركة كتير حلوة فيك تنسق صفحة بس ما تطلع كبيرة أنا ما بدي الصفحة الكبيرة أنا اللي بدي يا شغلة واحدة بس مثلا بدي تقييمات الأداء يظهرني بها التولتي بس تقييمات الأداء ما بدي أكتر بقلك أنت حر بالصفحة اللي بدك تحطها بتروح مثلا بتعمل صفحة تانية وما بدي أها تطلع كبيرة بدي أها تطلع صغيرة بقلك مثلا هاي مثلا 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 سميها طولتيب مثلا لح رمزة تيتي للأوفيس هاي طولتيب للأوفيس هاي سميتها طولتيب للأوفيس وهي الصفحة شو اللي نستخدمها كطولتيب الآن الصفحة كبيرة فيك تظهرها لحظ بحيس تطلع بحجم التولتيب هلأ أول ما بتظهرها شوف شو طلع جزء صغير جزء صغير وهذا الشيء أنت بتحكم فيه هل أنت بدك يا أخي تظهر كلها هاي التولتيب المربعة الصفحة رائيسية بحجمه الكبير ويصغر وهيك أم بدك بيان واحد يطلع أنا بقلك لا أنا أريد بيان واحد أن يظهر مثلا هون لحق اللون إنه أنا ما بدي هذا كله يظهر أنا بدي بدي العلم العلم وهي ما بدي إياها بدي العلم و البرفورمانس وهذا أنا لحظغر الحجم بطريقة إبداعية تمام بهذا الشكل هيك مثلا مثلا بهذا الشكل وروح قل له ظغر لي الكانفاس الكانفاس هي الرقعة هاي ظغرها بحيث تكون كاستم يلي هي هاي 720 هذا 720 خليلي ليها مثلا يكون 400 لشوف آه صغر مني 420 420 لطيف العرض العرض خليه مثلا يكون 600 لطيفة أكتر بدنا أصغر 550 آه صغر بدنا 500 معناتها 500 هاي جميلة وهاي أنا لحقل له هي إنه يستخدمها كتولتيب مفعل عليها هون التولتيب أنا مثل ما أنا بدي هلأ لحروع عند هاد الجينيرال الجينيرال هون لاحظوا صارت تظهر لي بشكل أخف سئلة وبشكل لطيف وحلو فأنت حر شو تظهر بهذه التولتيب بس هون تذكر المستوى متقدم وشيء رائع وشيء لطيف ومتقدم للغاية بهالنقطة هاي اللي هي اسمها Advanced Toolتيب فأنت بهذا الأمر بيعود إلك آه وفيك تعمل وحدة تولتيب لل position وتولتيب لل department وتولتيب لل office بتقلي كلهم هيك سهلين بقلك لحنا نشتغلهم سوا الآن خلينا أول شيء نعمل duplicate لل office والdublicate تبع ال office نسميه tt office tt office الdublicate تبع ال position نسميه tt position tt position وال bi gender الdublicate الdublicate هون tt gender وال tt department هاي ما أخذنا لها هاي dblicate tt department tt نحن أول شيء لحنقل له هاي ال office كل شيء tt لحقل له allow use as tooltip الت position نقل له allowed use as tooltip وال tt gender نقل له allow use as tooltip وال tt طبعا هاي الخيار اللي عم فعله أنه فعل الأسئلة والأجوبة ما في بديها you allow you as tooltip الآن برجع برجع يا زملاء برجع على صفحة general على صفحة general على صفحة general بقل له هذا المخطط شايفين هذا المخطط بروح على اعداداته بتلاقوا فيه هون في شيء صار بالزوم ولا بس الشاشة عندي رفيت تم الآن بروح على tooltip وبقل له أنه صفحة ياخد هذا تبع ال office خدلي tt تبع ال office تبع position بقل له خدلي tt تبع position وال tt تبع gender بقل له tt تبع gender و by department بقل له خد tt تبع department بس في نقطة تبع هامة لا تنسوا في عندي مخططين 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 يلي هو الدائري وال tree match لازم اول شيء نظهرهم لحتى نحنا نعملهم انه كمان ياخدوا هن tt تبع gender وما يظلوا مخططين بشكل هاي نقطة كتير هامة انه احنا في مخططات منكون خافين ما ننساها زملاء ما ننساها لانه في بعض الاشخاص بيكون خافي مخططات وقت التظهر ما بيعود بياخد tooltip فنحنا لازم نكون حتى هدول مفعلين عليهم tooltip الان بلاحظ انه هون شوي الازرق ما لطيف ايك ما ما جميل خليني انا انسقه بطريقتنا مثلا هذا خلي هيك وهدول هيك مثلا tree map نفس الشي tree map حتى هون الالوان ليست بافضل حال خلينا نروح نقل لون على ال color الميل هاي وال female هاي تم الان انا تقريري جاهز للنشر بقرب هون بطلع لي صفحة اما شي بطير على tooltip هاي اللي عم نشتغل هاي tooltip وفقا لل position عفوا للمكتب هون في tooltip غيرها pi gender حتى بتلاحظوا حتى كلمة الميل اللي ظاهرة جوات الصفحة هاي اللي ظاهرة جوات في كلمة male فوق على اليسار حتى هون في كلمة female على اليسار هون على HRM مثلا المكتب الموارد البشرية بتلاحظوا كلمة HRM فوق وشيء لطيف ورائع الآن بقي عملية نشر هذا التقرير هلا أنا لحنشر لكم هذا التقرير لكم ولحنعطيكم رابط تقريرين في التقرير هذا اللي أنا نشره بالأصل هذا التقرير هذا أنا نشره طبعا هون في أنا عمل إعدادات لسه أكثر بالأمور طبعا هدول يا زملاء فيني أنا أحدد هذا المخطط شو حطط له خلايا وحط له هل هو تريماب ولا دويرة ولا وخطط عمودي وهون عمل أنا البارامترات لكن أنا ما بدي استغرق وقت بشيء أنا اتكلمت فيه سابقا لكن حبيت يكون تقرير متكامل أعطيكم رابط هذا التقرير الآن فيكن تشوفوه سأنشره على تليجرام خليني أبعط لكم على الشات الآن فيكن تشوفوه بالشات عفوا آسف لا أريده بهذا الشكل أنا أريده بهذا الشكل بيست هل حيظلي ظهر هلأ المهم أنه هو رابط ولح أبعث لح ننشر أنا بياكم هذا التقرير أمامكم لح نروح نقول له بدي أول شي يتأكد أنه بحساب رسمي لح نعمل له حفظ ونسمي هذا التقرير كنترول س الآن بس عم ياخد وقت لبين ما يحفظ التقرير هلأ بلش لح نقول له هاي لكتشر لكتشر سفر سبعة تمام هاي لكتشر إنه المحاضرة السابعة ونقول له سيف بس يطلع لي الاسم هون دليل إنه هو حفظ لكن لسه ما عم ياخد لك سفر سبعة لكتشر سيف سيف هل هو حفظ بلك سفر سبعة بس نحفظ أنا عندي بحث نعمل لكتشر داش سفر سبعة ممتاز جدا لحرون نعمل ببليش نشر لهذا التقرير على الورك سبيس الخاصة فيني لآن عم ينشر المحاضرة السابعة هو الآن ممتاز ممتاز لح نضغط هون ونشوف التقرير إيش لون بد يصير على الشكل الان لاين لح أدخل بحسابي الرسمي الآن هو صار ضمن الpowerbi service لا تقلقوا من ناحية النشر في عندي المحاضرة الأخيرة هي متعلقة بالنشر والنشر التحديث تلقائي على التقارير هذا الشكل منك عنه لا تقلقوا عن هذا جهاز من المحاضرات الآن نزلت الأزرار نزلت الواجهات اللي أنا بدي إياها نزلت الشي اللي أنا ببحث عنه بشكل لطيف لح نروح سويا يا زملاء إلى file embed report publish to weep continue عم يقول لي بلاك تنشره نعم بدي نشر هذا التقرير هذا تقرير جاهز نشر لكم الرابط على الشات أيضا هذا رابط أيضا رابط التقرير اللي اللي اشتغلناه سوى به المحاضرة هاي خلال ساعتين من الزمن خلينا نفتح هذا التقرير على شكل واجهة واجهة كاملة للpower bi ونشوف اشتغل حين عرض عندكم الآن هذا تقريري صار جاهز أي ضغط على او الاقتراب من هاي الواجهة لاحظوا أنا تقريري هيك لحيكون شكله هيك لحيظهر عند الجميع إذا أنتم عم تفتحه من اللابتوب فالانتقال من دولة إلى أخرى لحيغير لك العالم ويغير لك الداة وفقا له المربع اللي انتم شايفين اللي هو يطلق عليه اسم tooltip tooltip لكل مخطط شكل أنا عندي إياها والضغط هون بيحول لك المخطط كل ياته انت حسب الشي اللي انت بدك إياه الضغط على المكتب لحيصير drill through جاهزة drill through هون هي نفس الصفحة هون لكن انت من شان تعطي تفاعلية ضمن الصفحة فنحن فينا نضغط هيك ونروح نقول انه هذا جاهز فيني أنا شوف الhigh school مثلا هدول الhigh school من هن قديش بيحبوا موز هدول عم يتغيروا البيانات تفقل لألون عم نشوف مثلا اللي مع الماجستير شلون تقييمات أداء إلى ما هناك من أمور مرتبطة ذات صلة بهذا الأمر نسأل الله التوفيق ونفتح البوابة للأسئلة أمامكم رجاء برفض الأيادي محمد إبراهيم حمد بإمكانك الآن المشاركة السوقية محمد إبراهيم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا لو سمحت حتة الفوركاست لاين إيه الفوركاست لاين ديت ممكن أعملها بالإكسل لو حراك عارف فيه حاجة اسمها يعني بدون دخول فيها هل ممكن فوركاست لاين ديت استخدم لها طريقة في الإكسل برضو والله بالشارتات تبعات الإكسل أنا ما بقرب عليهم ليش لأنه أنا عندي برنامجي بالبور باي بيستخدمه هذا فبذلك تبحث عنه أنا والله ما عندي هاي الأمر هذا أنا مهارات عالية بالإكسل لكن باستعراض البيانات أنا ما باستخدم الإكسل باستعراض البيانات والفوركاست لاين وإلى ما هنالك باستخدم بالبور كتي غير بعذرني والله لا لا خلاص أنا بس فيه نقطة تانية بالنسبة للموضوع الدخول بالمحاضرة كنت بخش في أول محاضرات بالإيميل ده غير لأنا مسجل به الإيميل ما بيأثر إنما الإسم الثلاثي ما أنا ما كنتش بكت بإسم في أول محاضرات بس بعدت إيميل من شوية لهم بالكلام ده يعني بس الأمر عندك أنا يعني الأمر عندك عند إدارة روشيد بتتعاون يعني بينها حتى بصلوا للصيغة اللي ممكن يتم إحسافية دواني مش شكرا العفو العفو الخدمة صديقة أي أسئلة زملاء لأنه ما شايف آيالي مرفوعة أي أسئلة في هذا الصدد غازي صلاح الدين غازي عبد الكريم تحياتي إليك تازي في لشانك الآن المشاركة الصوبي الله يعطيك العافي أستاذ أعفاك الله جبرا خاطرك لسه استفسار صغير هو أنا يمكن نسيتها سهول اللي بغيب محاضرتين اللي هيك ولا أكثر من المحاضرتين مشان الغيابة أنت المهم تحضر 8 من أصل 10 من شان تحقق 80% يعني اللي بغيب مثلا المحاضرتين عادي ما في هنا المشكلة أما أكثر منهم أكثر من هيك بيكون غاب أكثر من 20% فبيصير تحدي والأمر عند إدارة رشيد بيبقى إن شاء الله الله يعطيك الفعافية الله يعافيك حياك الله أستاذ أحمد محمود الشيخ في إن كانك الآن مشاركة الصوتية وبعده عبدالهادي الحسين إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم أهلا السلام عليكم السلام حياك الله كنت بس عاوز يعني لو خاطراتك تمر تاني بخصوص الداشبورد لما نخلصها بهذا الشكل كيف نقدر نحصارها على وبسايد خاص مثلا ب خاص بي أو خاص بالمؤسسة نعم هذا الشيء اسمه Embed Report هذا جزء من محاضراتي القادمة لكن تكرم عيونك أنا في عندي موقعي الرسمي طبعا أنا ما عامل على أي حركة إلا أني أنا لح أستخدمه لنشر تقرير Power BI مثل ما أنت هون شايف هذا موقعي الرسمي لنفترض أنه هو موقع منظمة أو موقع أي أنتان أي موقع هو بيكون بالأصل بالHTML فأنت بالأصل لك وشايف هات تقرير Power BI هون أستاذ الأمر واضح هون 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 تقرير Power BI واضح عزر إذا أنت نزلت إيدك فما عدا حسن تتكلم ممكن ترفع إيدك إن شاء أعطيك سماحية الكلام إيه إيه أس فيك خلي خلي الميت مستوح أنت هاي الداشبورد هون هاي تفاعلية يعني أنا خليني أنا أقترب أكتر هاي الداشبورد هي ضمن الموقع مضمنة ضمن الموقع فأنت وقت تضغط هون فعم يعطي التفاعلية اللي أنا بدي إياها على سلايسرات على أي شيء من هذا القبيل هذا الشيء اللي أحكي لك ضمن المحاضرات المقبلة أنا شتون بيضبط معي بكل بساطة أنت وقت تعمل نشر للتقرير بيطلع لك خيارين يا أما رابط أنا أكثر رابط أو الـ HTML كود شفته في HTML انسى أخذ الـ HTML وروح عطيه للـ IT اللي عندك اللي هذا بس حطه ضمن صفحة معينة بالموقع تطلع أمورك وطبعا هذه اللحظة في المحاضرات المقبلة لا تكلم تمام شكرا جزيلا عفو بالخدمة أستاذ عبدالهادي الحسين الله أعطيك العافية أستاذ وين عافاك الله جبر خاطرك أول شغلة عذرني على المقاطعة استخدم اسمك سلافي للحضور أني قالي صالح هل اسمك سنائي تكره يا والله ما أدل أتكره في ذاك في ذاك طبع لا يخليك أستاذ بالنسبة للديل ثرو هلأ أنت نشرت الرابط آخر شي يعني اللي يستعرض هذا الرابط ما رح يدخل بالشيطات الباقية ولا خاص بالشيط الجنيرال فقط شوف أخي أنت شوف 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 اللهم اللي حيحسن يستعرضهم بس بطريقة مختلفة كم صفحة عندي هون ما لح يعرف هو بقانو صفحة هو ما عنده غير أنه شوف ما بيحسن يصل غير لهذه الصفحة هادلينك الصفحات مختفية وما فيه يوصل لها بشكل هيك أنه والله ينتقل هون انتقالات لاحظ أنت بالأصل لو كان أنت تاركته الخيار أنه هو ينقل كان هون في عنده أسهم بيحسن ينتقل لكن أنا هذا ما نعو من هذا الأمر شوف ما بده يصل لهذه الصفحة بيحسن يصلها عبر فقط شايف نعم صح الله أعطيك العافية شكرا عفاك الله حتى التولتيب التولتيب أنا لو ما عمل له ربط ما بيحسن يصل له الصفحة المربعة أو المستطيل اللي أنت شايفه هذا ما كان بيحسن يوصل له لو ما أنا عامل ربط الربط بين الصفحات عبر التولتيب وفي ربط بين الصفحات عبر تماما أستاذ هلا بالنسبة للتولتيب حصرا أنا بدي أنسخ الشيت نسخة تانية حتى أحسن أعمل لها تولتيب صح لا 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 أعذرني لا 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 أي صفحة أنت فيك تعملها تولتيب ومن الصفر بس ضروري يكون أنه هي إعداداتها قابلة للاستخدام كتولتيب وتروح على المخطط اللي إذا تظهره عليها تقول له أنه يستخدم هاي الصفحة تماما أستاذ عندي ما بدي أنا مثل ما هلا تفضلت حكيت أنه يضارب هاي مع هاي عملت نسخة تانية صح تماما تماما أنا عملت واحدة تظهرك تولتيب وواحدة تظهرك تريلي ثرو تمام شكرا جزيلا العافو العافو وفيني أنا صديقي من شان نتأكد تولتيب أنا أرشيتك حالة أنه ما استخدم كل شي مثل تريلي ثرو استخدم بس مخطط اللي إنتش تمام نعم الاستفسار من الأستاذ محمد أسامة الخانكان والاستفسار الأخير وبعدها إن شاء الله منقبل بإمكانك مشاركة أستاذ محمد أسامة الخانكان السلام عليكم تحياتي أستاذ يا هلا يا هلا عافظ على المجهود الرائع وعلى الماد يعني الدسم اللي عم تقدم لنا سلمك الله وجبرا خاطرك الله يبارك فيك أستاذي في عندي سؤال سريع إن شاء الله مكون من شقي طبعا هم متعلق بالواجهة اللي أنت هلأ واقف عليها اللي هي إشارات التصفية اللي ظاهرة عن ال نعم نعم هدول 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 نعم هلأ سؤالي هدول هدول الأيكون شو بفيدونا مثلا بإظهارهم بهي النافذة آه تمام أنا إذا كان قدامك هاي البطاقتين إذا قدامك هاي البطاقتين وإنت شايف بشكل ظاهري بشكل هل أنا ما بحدد أي داتا نعم شلوم داك تعرف إنه هاي البطاقة غير هاي أنا بس حطيت لها فقط سيمة إنه في فوق فلتر دليل إنه هي بتتصفى فقط لا غير آه نعم نعم إيه فأنا بس من شان تعرف إنه هاي ما بيصر لها شي وده بس عملت لها علامة مميزة بحيث إنه إذا ضغطت تفهم أنت هون إنه هي هاي تفلترت وهي لا فقط لا غير فبس إن شان اليوزر يعرف شو عم بيشتغل أنا هاي النقطة آه تماما كونه إحنا التقرير أساسا أو التقرير تبعا عم نقدمه لشخص يعني يجهل أيوه تماما أنا ما عم بيشتغلوا لي نفسي هاي نقطة هامة جدا بمحللي البيانات أنا ما عم بيشتغلوا لي عم بيشتغلوا لي حتى نصنع قرارات وأنا ما بالضرورة أكون أنا صانع القرار نعم الشقل الآخر من السؤال البانجراوند الخاص بهي الأيكون فينا كمان نغيرها نحنا عن اللون الأبيض وهكذا ومنون نعمل لشفا فيه وغيره نعم هاي نقطة هامة إنك تشتغلها برات الباور بي آي لا يتيح الباور بي آي التعديل على الصورة بحد ذاتك آه تمام نعم نعم ممكن نعملها على الفوتوشوب يعني مثلا أيوه هاي نقطة على الفوتوشوب أو على الباور بوينت أنا كله هذا والله بيشتغلوا على الباور بوينت يعني شايف هذا إذا تساوي لونه أخضر مثلا لأمر ما هذا ما فيك تشتغلوا بالباور بي آي قطعا نعم أنا شفت هاي الإشارة اليد اللي لونه أصفر وأخضر وأحمر أنا منزل بالأصل إيد لونه سودا وبالباور بوينت وبالباور بوينت غيرت الألوان تبعها بس وحفظتك بي إن جي فأنت الباور بي آي لا فيك تفرغ إذا كانت في خلفية بيضة ما فيك تفرغها ولا فيك تتعدل بإنك تقصى للصورة كله هذا تشتغله قبل فتجهز أيقوناتك وصورك من قبل ما تشتغل تمام أستاذي كل الشكر والله أعطيك ألف حفيره عافك الله زملاء بنهاية هاي المحاضرة أنا حابب أخبركم إنه فيه نحن الـ الـ اللي عم نشتغل عليها موجودة الآن صارت متاحة يا زملاء ضمن مساحة العمل اللي هي ملفات العمل سأعيد نشر روابط عبر التليجرام إن شاء الله بتفوتوا على المستوى الاحترافي بتلاقوا الملفات المطلوبة لمهام العمل تدخل على مهمة العمل الثانية وهي المحاضرة هاي الزادة اللي أنا اشتغلت عليها إذا بدأك الصور والأيقونات نكعم لكم هاي الصور والأيقونات اللي أنا استخدمتها بكل أريحية نسأل الله التوفيق ونراكم إن شاء الله بخير وسلامة في المحاضرة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته